من كتاب فن التعامل مع الناس لديل كارنيجي نقرأ لكم واحد مقدمة بصوت دعاء متولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد فهذا الكتاب فن التعامل مع الناس الذي مصدره القرآن الكريم الذي غير الأرض الصحراء إلى حضارة في جميع أركان العالم شرقه وغربي قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون قال الطبري إن الله يأمرك يا محمد بالخلة التي هي أحسن وذلك الأغضاء والصفح عن جهة المشركين والصبر عن أذهم وذلك أمره إياه قبل أمره بحربهم وعلمنا الله تعالى التعامل مع الناس بالحسن وشدد على الأمانة قال تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والأمانة في مال اليتيم ألا نقربها بأكل إسرافا وبدارا أن يكبروا ولكن أقربوه بالفعل التي هي أحسن والخلة التي هي أجمل وذلك أن تتصرف فيه له بالتسمير والإصلاح والحيطة قال قطادة لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يخالطونهم في طعام أو أكل ولا غيره فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فكانت هذه لهم فيها رخصة وفي الآية الكريمة أدب التعامل مع الناس ومنهم الأيتم فتعلمنا الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد الذي نتعقده بالصلح بين أهل الحرب والإسلام وفيما بيننا أيضا وفي البيوع والأشربة والإيجارات وغير ذلك من العقود وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كامل عويضة مصر المنصورة عزبة الشال اثنان لا تتعجل في محاسبة الناس في السابع من شهر مايو عام الف وتسعمائة وواحد وثلاثين وفي مدينة نيويورك تم القبض على كرولي ذي المسدسين القاتل الطاغية الذي لم تشهد المدينة مثله في العنف والإجرام هذا السفاح الذي لم يشرب الخمر أو يدخن مطلقا في نهار ذلك اليوم قام مئات من رجال الشرطة بحصار منزل صديقته وحاولوا إجلاءه عن المنزل باستخدام الغاسات المسيلة للدموع فلم تفلح هذه الطريقة فما كان إلا صعدوا بمدافعه من رشاشة إلى المنازل المجاورة وتحت نيران المدافع تم القبض على كرولي حيث صرح رئيس الشرطة أن هذا السفاح من أخطر العتاء الذين عرفتهم مدينة نيويورك لقد كان يقتل لمجرد رميه بريشا ولكن فيما كان هذا السفاح يفكر لحظة القفض علي بينما كان رجال الشرطة منشغلين في حصار المنزل الذي اختبأ فيه كرولي كان هو منكبئا على كتابة رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر قال فيها إن بين ضلوعي قلبا حزينا ولكنه ينبض بالرحمة قلبا لا يحمل حقدا لأحد ولا يضمر أذى لأحد وقد حكم على كرولي بالموت بالكرسي الكهربائي وحين جئ به إلى غرفة تنفيذ الحكم في سينج سينج لم يقل هذا هو عقاب المجتمع على مقترفة يدي وإنما قال هذا هو جزائي لقاء دفاعي عن نفسي نقصد من وراء هذه القصة أن كرولي لم يلم نفسه أبدا بل كان يحاول مصالحتها حتى في أحلك الأوقات لكن هل كان كرولي يختلف في ذلك عن بقية القتلة والسفحين؟ قبل أن تجيب تماعا جيدا في هذه الكلمات لقد أمضيت كل حياتي في إسعاد الناس ومساعدتهم لقضاء أوقات فراغهم في سعادة فكان ثوابي على هذا سعي رجال الشرطة وراءي لا تقالي وسفكي دمائي هل تصدق أن قائل هذه الكلمات الكابوني زعيم العصابة الأخطر في تاريخ شيكاغو؟ فهو أيضا لم يلم نفسه أبدا على جرائمه أعتبر نفسه مصلحا اجتماعيا ووجه اللوم إلى الناس لأنهم لم يفهموا ولم يحسنوا معرفته جيدا أما شولتز الهولندي وهو أحد أشهر مجرم مدينة نيويورك فقد صرح يوما عبر الصحف قائلا إنه مؤمن بكونه مصلحا اجتماعيا وذكر أنه رسل لويس حاكم سيجن سينك سينك وكانت مرسلاتهما مثارا للدهشة موضحا أن لويس كتب إليه ذات مرة يقول نادرا أن نجد بين المجرمين من ينظر إلى نفسه كآثم شرير إن نظرة نزلاء سينك سينك إلى أنفسهم لتقل شيئا عن نظرتك إلى نفسك وهم قادرون أن يبرروا لك أعمالهم المنافية للقانون مؤكدين لك أنه لم يكن هناك ثمة مبرر لا تقالهم وإداعهم السجون هكذا كان كرولي ذو المسدسين وآل كابوني وشولتز الهولندي وآخرون من نفس فصيلتهم لا يلمون أنفسهم أبدا فما بلك بأناس عاديين كالذين نقابلهم يوميا ونتصر بهم فهل سيتقبلون لومك لهم المليء المعروف جون وان ميكر كان يؤكد دائما في تصريحاته قائلا أيقنت من تجاربي ثلاثين عاما أن من الحمق أن تلوم أحدا وانشغالي بإصلاح عيوب نفسي يكفيني عن التفكر في أن الله سبحانه وتعالى لم يشاء أن يوزع هبة الذكاء بين الناس سواثيا لكن إذا كان وان ميكر أدرك الدرس مبكرا فأنا أمضيت ثلاثين عاما في هذه الدنيا أتخبط قبل أن أتعلم أن التسعين بالمئة من الناس لا ينتقدون أنفسهم مهما بلغت أخطاؤهم فاللوم مؤلم للغاية يجعل الإنسان يقف مدافعا عن نفسه يسيق مبررات موقفه للحفاظ عن كبريائه وصورته أمام نفسه والآخرين والأمثلة عديدة على مر التاريخ على عقم اللوم كالخلاف الشهير بين سيودر روسفلد والرئيس تافت والذي انتهى بهزيمة الحزب الجمهوري برياسة روسفلد هزيمة شنعاء في سياق الانتخابات على كرسي الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية ففي عام 1908 خرج روسفلد في رحلة صيد إلى غابات إفريقيا وتولى نيابة عنه تافت شؤون الرئاسة لحين عودته وعقب العودة وجد روسفلد أن نائبه قد تقاعس عن أداء مأهمه بالرغم من اقتراب موعدي الانتخابات فاستشط غيظا ووجه إلى تافت اللوم وفي الحقيقة كان روسفلد محقا في هذا اللوم لأن تقاعس تافت كان سببا في السقوط المدوي للحزب الجمهوري خلال الانتخابات ولكن هل لم الرئيس تافت نفسه؟ لم يلم تافت نفسه بل ترقرقت الدموع في مقلتيه وهو يقول لا أتصور كيف كان يمكنني التصرف غير ما قمت به على أي حال لا يهم إطلاقا البحث عن من يقع عليه اللوم روسفلد أم تافت ما يعنينا هنا هو أن لوم روسفلد لم يقنع تافت بأنه كان على خطأ بل جعله يحاول أن يبرر فعلته ويبرئ نفسه والدموع في مقلتيه في هذه المواقف تلعب الطبيعة الإنسانية دورها والمخطئ ينومه الجميع إلا نفسه ونحن جميعا سواء في هذا تذكر كرولي ذا المسدسين وآل كابوني والرئيس تافت قبل أن يغطر ببالكم أن توجه اللوم لأحد واذكروا دائما أن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها ترتد دائما إلى أعشاشها لو عشنا مثلا مثل ظروفهم لفعلنا مثلهم صبيحة الخامس عشر من إبريل عام الف وثمانمائة وخمسة وثمانين أطلق المتطرف بوث الرصاصة على إبراهام لينكلون ونقل إلى غرفة حقيرة أمام مسرح فورد وفيما كان لينكلون يصارع الموت قال عنه سينتا تون وزير الحربية آنذاك هنا يرقد أعظم حكام العالم منذ بدء الخليقة أي أنه لم يلعنه إعمالا لمبدأ عاش الملك مات الملك إذن كيف كان يعامل لينكلون الآخرين ترى هل كان يلجأ إلى اللوم نعم ليس هذا فحسب بل كتب رسائل وقصائد تسخر من الناس وألقاها على قارعة الطريق حيث يسهل العثور عليها وقد تسببت إحداها في أزمات وصرعات دامت زمنا بأكمله كما أنه عندما أصبح محاميا كان يهاجم خصومه على صفحات الجرائم ولكن في خريف عام 1842 كان لينكلون على مواد مع حادثة غيرت مجرى حياته فقد انتقت جيمس سيلدز السياسي الأيرلندي ونشر في صحيفة برينكفالد رسائل تحمل له السخرية والاستهزاء دون أن يوقع عليها فضقت البلدة بالضحك فيما امتلأ شلدز غضبا ونقمة وراح يبحث ويدقق عن كاتب هذه الرسائل إلى أن عرف أنه لينكلون فطالبه للمبارزة ولم يكن لينكلون يميل إلى القتل وفي الوقت ذاته كان يرفض فكرة الانسحاب حفاظا على كرمته وفي جلسة النزال تواجه الخصمان واحد منهما لا بد أن يقتل الآخر لكن في اللحظة الأخيرة تدخل مرافقهما وأوقف القتال قبل أن يبدأ وسعوا فيما بعد إلى عقد صلح بينهما هذه الحادثة توقف عندها لينكلون كثيرا وخرج منها بدرس لا ينسى في معاملة الناس فلم يخطب بعدها مقالا يسخر فيه من أحد ولم يلم أحدا مهما كانت الأسباب وعندما أرسل لينكلون عددا من القادة على رأس جيشه خلال الحرب الأهلية ارتكبوا أخطاء جساما للدرجة التي دفعت نصف البلاد تنتقد أولئك القوة ومع ذلك لم يوجه لينكلون لأحدهم كلمة إدانة واحدة وكان يردد دائما قوله المشهور لا تلم أحدا حتى لا تلم وحتى عندما تحدثت السيدة لينكلون وغيرها من أقارب بفضاضة عن سكان الجنوب قال لينكلون لهم لا توجه النقد لهم فلو أننا عشنا مثل ظروفهم لفعلنا مثلهم الغريب حقا أنه لو كان لدى أي إنسان فرصة ليلوم الآخرين كيفما شاء لكان هذا الشخص هو لينكلون نفسه فمثلا عندما بدأت معركة جيتسبيرغ وخلال ليل اليوم الرابع من شهر يوليو عام 1863 تقعقر جيش الجنرال لي واضطر إلى الانسحاب جنوبا في وقت كانت فيه الأمطار تغطل بغزارة على البلاد وكستها بفيضان عارم فلما وصل إلى بلدة سبلوتوماك بجيشه المنهزم وجد أمامه نهرا كبيرا تفيض مياهه على جانبي الأمر الذي يحيل دون عبره بينما كان خلفه جيش الشمال فوقع لي في حصار لا فرر منه وعلم لينكلون ذلك ورأى أن في ذلك فرصة ذهبية للقضاء على جيش لي فأمر لينكلون قائده ميد بالهجوم على جيش الجنوب فورا فأخذ القائد ميد يماطل ويرسل لينكلون يعتذر بشتى لا تذارات رافضا مهاجمة له حتى انحسر الماء عن ذلك النار واستطاع القائد لي أن نجات بقواته فغضب لينكلون غضبا عارما صارخا في ابنه روبرت يا إلهي ماذا يعني ذلك لقد كدنا أن نقضي عليهم وبرغم أوامري للجيش فلم ينفذ القائد ميد أوامري وكتب لينكلون إلى ميد خطابا لا يخلو من خيبة أمل مرير عزيزي القائد ميد لا أعتقد أنك تقدر سؤال طالع الذي حل بنا بسبب ثرار القائد له وجيشه لقد كنا على وشك الانقضادي على جيشه ووضع حد لهذه الحرب أما الآن فهذه الحرب ستطول إلى أجل لا يعلمه إلا الله فإذا أنت لم تستطع أن تهاجم ليو وجيشه يوم الإثنان الماضي فكيف ستتمكن من مهاجمته جنوب النهر حيث إنك لن تستطيع أن تأخذ معك إلا عزدا قليلا من رجالك فلن تتمكن من فعل شيء لقد ذهبت عنك تلك الفرصة الذهبية وإن ذلك ليحزنني أبلغ الحزن المدهش في الأمر أن ميد لم يقرأ هذا الخطاب لأن لينكلون لم يرسله ووجد بين أوراقه بعد موته أما أنا فأعتقد وذلك مجرد تخنين أن لينكلون بعد كتابته ذلك الخطاب نظر عبر النافذة قائلا لنفسه تمهى اللحظة إنني أجلس هنا في البيت الأبيض آمرا فيد بالهجوم ولكنني لو كنت هناك في جتسبرج ورأيت مرأه ميد من دماء جريا وسمعت ما سمعه من أناة الجرحة وحشرجة الموتة فربما كنت فعلت ما فعله هذا القائد وعلى أي حال فما زال النهر يفيد على جانبي فإن بعثت بتلك الرسالة فقد أريح نفسي ولكن ذلك سيدفع ميد إلى محاولة تبرئة نفسه كما سأجعله ينتقدني وربما دفعه ذلك لأن يستقيل من الجيش لذا فقد وضع لينكلون خطابه جانبا لأنه تعلم من خلال التجارب أن اللوم الحاد والانتقاد يؤديان إلى نتائج عكسية ويذكر عن الرئيس تيودر روسفيلد أنه كلما وجهته مشكلة عويصة كان يجلس على مقعده نظرا إلى لوحة كبيرة بلينكلون معلقة على الحائط في مكتبه بالبيت الأبيض سائلا نفسه ما الذي كان سيفعله لينكلون لو كان في نفسي موقفي كيف كان سيحل هذه المشكلة حسنا إن كنت تبغي تهذيب خلق شخص ما وهدايته إلى الطريق المستقيم ولكن لما لا تبدأ بنفسك أولا فغريزة الإنسان تحتم عليك الاهتمام بنفسك قبل الاهتمام بغيرك يقول براونينج إن المرأة يصبح له قيمة عندما تدور بينه وبين نفسه معركة إن إصلاح نفسك يستغرق زمنا طويلا وبعدئذ تستطيع أن تخصص أوقاتك التالية لإصلاح الآخرين ولكن ابدأ بنفسك أولا ويقول كونفشيوس لا تتذمر من الجريد المتراكم على عتبة جارك قبل أن تزيل ما تركم على عتبتك أولا في شبابي حرست على لفة أنظار الآخرين كنوع من الغرور والأنانية وذات يوم بعثت رسالة إلى المؤلف الشهير ريتشارد هاردينغ ديفز أخبرته فيها أنني أعد تحقيقا لإحدى المجلات عن مشاهير المؤلفين وطلبت منه أن يصف لي طريقته في العمل قبلها كنت قد تلقيت رسالة من كاتب كبير تركت بداخلي أثرا كبيرا فقد اختتمت بهذه الكلمات أمليت ولم تراجع وأحسست أن هذا الكاتب لابد أن يكون كثير العمل عظيم الشأن ولم أكن كذلك ولكنني رغبت أن أقع من نفس ديفز هذا الموقع فأنهيت رسالتي بملاحظة أمليت ولم تراجع ولم يكلف ديفز نفسه عناء الرد على رسالتي سوى بعبارة تركها على رسالتي التي أعادها إلي إن سوء سلوكك لا يفوقه إلا سوء سلوكك وكان محقا لكنني بشر ولهذا غضبت وثرت ثورة عارمة وبعد ذلك بعشرة سنوات سمعت بنبأ وفاته فكم يخجلني أن أقول إنني لم أشعر إلا بهذا الألم الذي سببته لي عبارته تلك لنتذكر خلال معاملتنا مع الآخرين أننا لن نتعامل مع مخلوقات منطقية بل نتعامل مع مخلوقات عاطفية ذات أنفس مليئة بالأهواء والكبرياء والغرور ولو مشررة خطيرة من شأنها أن تسبب انفجارا للكبرياء انفجارا يعجل بالموت أحيانا إن الانتقاد اللاذع جعل الكاتب البريطاني الشهير توماس هاردي يقلع عن الكتابة إلى الأبد كما دفع الشاعر الإنجليزي توماس شاترثون إلى الانتحار وكان بنيامين فرانك في شبابه تنقصه الباقة والكياسة في معاملة الناس ثم أصبح بعد ذلك من ألمع الدبلوماسيين فما هو سر نجاحه؟ لقد علمته التجارف فقال قولته الشهيرة لن أتحدث بسوء عن أحد بل سأتحدث عن الخير الذي أعرفه في كل إنسان إن أي أحمق يستطيع أن ينتقد وأن يتهم وأن يلوم ومعظم الحمق يفعلون ذلك لكن على المرء أن يسيطر على نفسه وأن يكون متفهما ومتسامحا وأن نذكر قول الدكتور جونسون إن الله لا يحاسب الإنسان إلا بعد أن ينتهي أجل فلماذا نتسرع أنا وأنت بمحاسبة الناس؟ 3- الفصل الثاني السر الأعظم في معاملة الناس يمكنك أن تجعل شخصا ما يقبل على عمل ما إذا استطعت فقط ترغيب ذلك الشخص في هذا العمل عندئذ سوف يعطيك هذا الشخص ساعته إذا وجهت مسدسك نحو صدره وسوف تجعل أيضا موظفا لديك يساعدك حتى لو أدرت ظهرك له كما سيلبي طفلك ما تريد إذا ما هددته بالعصى لكن يجب أن نضع في الحسبان أن الطرق بدائية ونتائجها خطيرة وهناك طريقة وحيدة تجعلك تقبل على العمل بإرادتك وذلك بمنحك ما تريده أنت يقول فرويد إن كل أفعالنا تصدر من دفعين دفع الغريزة الجنسية ودفع الرغبة في العظمة يوضح ذلك جون ديوي قائلا إن رغبة الإنسان في أن يكون شيئا مذكورا أعمق حافز للعمل أي إنسان بالغ طبيعي يرغب فيه صحة جيدة غذاء متكامل نوم عميق المال حياة الآخرة الارتواء الجنسي معاش مناسب لأولاده أن يكون شيئا مهما وهي يمكن تحقيقها باستثناء رغبة واحدة تلك التي أسماها فرويد الرغبة في العظمة أو أسماه ديوي الرغبة في أن تكون شيئا مذكورا وهنا تكمن الرغبة الإنسانية الملحة فمن بمقدوره إشباع تلك الرغبة في من يلتقيهم من أناس جميع قلوبهم في راحة يده حتى إن الحنوتي سيأسف لموته ولعل الرغبة في أن تكون شيئا مذكورا واحدة من المميزات الفاصلة بين الإنسان والحيوان فمثلا أعتد والدي أن يشارك في المعارض التي تقام بأسواق المدينة بعرض بعض الخنازير والماشية التي يربيها في مزرعته وكثيرا ما كان يفوز بالجوائز الأولى وكان حين يزورنا الأصدقاء والضيوف يصطارد والدي في فخر وزهو جوائزه التي فاز بها في تلك المعارض وبالطبع ما كانت الخنازير تعنى بتلك الجوائز التي فازت بها لكن والدي كان يتولي الأمر لأنها تشبع فيه الرغبة أن يكون شيئا مذكورا الرغبة ذاتها دفعت كاتبا صغيرا في محل تجاري لم ينل من التعليم إلا قليل القليل إلى دراسة كتب القانون التي عثر عليها مصادفة في برميل النفايات إنه إبراهام لينكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرغبة نفسها أوحت إلى تشارلز ديكنز لكتابة رواياته الخالدة وأوحت إلى روكفلر ليصبح أغنى رجل في العالم الرغبة نفسها جعلت أغنى رجل في بلدك يبني قصرا أكبر بكثير مما يحتاجه وتجعلك تسعى لارتداء أحدث الأزياء وشراء أفخر السيارات وهي التي تدفعك للتحدث عن أطفالك النبغين كما أنها سبب في تحول كثير من الصبية إلى مجرمين عتا وأفراد العصابات يقول اي بي مالرني رئيس الشرطة السابق في نيويورك إن أول ما يطلبه المجرم لحظة القبض عليه هي تلك الجريدة التي نشرت جرائمه وينسى تماما الكرسي الكهربائي الذي يموت عليه موتا شنيعا فهي بعيدة غاية البعد عن تفكيره فكل ما يهم هو رؤية صورته في صدر الصحيفة إلى جانب صور أينشتاين وروزفيلد كيفية إشباع رغبتك في أن تكون شيئا مذكورا تحدد أي نوع من الرجال أنت بين أرواقة التاريخ أمثلة عديدة لمشاهير كافحوا لتحقيق رغبة الشيء المذكور جون روكفلر منح أموال طائلة لإقامة مستشفى في الصين لعلاج الآلاف من الناس من غير وطنه وجنسه إنها الرغبة في أن يكون شيئا مذكورا في حين أن ديلينجر كان رئيس عصابة ولص مصارف وقاتل وكانت تحركه لفعل ذلك رغبته في أن يكون شيئا مذكورا جورج واشنطن أراد أن يلقب بصاحب العظمة رئيس الولايات المتحدة وكريستوفر كلومبوس طلب لنفسه لقب أميرال المحيط ونائب الملك في الهند كاترين عظيمة كانت ترفض فتح الرسالة التي لا تحمل عبارة جلالة الملكة زوجة لينكلون صرخت في وجه زوجة الجنرال جرانت قائلة كيف تجرؤين على الجلوس في حضوري قبل أن أسمح لكي أصحاب الملايين تصابقوا على صرف الأموال على رحلات الأميرال بيرد الخاصة باكتشاف القطب الجنوبي طمعا في تخليد أسمائهم بعد موتهم وإطلاقها على قمم الجبال الثلجية فيكتور هيجو أيضا كان يطمع في أن تسمى باريس باسمه تخليدا لذكرى إن العجزة في اكتساب عطف الناس واهتمامهم قد يؤدي ببعض الأشخاص إلى إصابتهم بالعجزة لنأخذ السيدة ماك كنلي مثلا على ذلك فقد أشبعت رغبتها في الشعور بالأهمية عندما دفعت زوجها إلى الإهمال في أداء الرئاسة لكي يظل إلى جوارها في الفراش حتى تنام لأنها كانت تعاني من ألم في أسنانها الدراسات العلمية كشفت عن أن نصف عدد المرضى بعقلهم يرجع سبب مرضهم إلى أضرار تصيب المخ نتيجة إدمان المخدرات أو المشروبات الروحية أو الإصابات المختلفة للرأس ولكن إلى أي سبب يرجع مرض النصف الآخر عندما طرحت هذا السؤال على طبيب أمراض عقلية أجابني بصراحة أنه لا يعرف لماذا يصبح الناس مجانين ولكنه قال إن معظم المصابين بالجنون يجدون في الجنون شعورا بالأهمية لم يستطيع تحقيقه في عالم الواقع ثم روى قصة مريدة لديه كانت ترغب من الزواج الحب والارتواء الجنسي والأبناء والمركز الاجتماعي ولكن الحياة قتلت أملها إذ أنها تزوجت من رجل لم يكن يحبها وشاءت الأقدار أن تكون عقرا فأصيبت بالجنون وصارت تتخيل أنها طلقت من زوجها وتزوجت من نبيل إنجليزي وأصبح اسمها ليدي سماث وأنها تنجب مولودا كل ليلة لقد قال طبيبها لي لو أمكنني أن أرد لهذه السيدة عقلها لما فعلت لأنها الآن تنعم بالسعادة التي كانت ترغبها إن المجانين أكثر سعادة مني ومنك لقد استطعوا في دنيا أحلامهم أن يحصلوا على السعادة التي عجزوا عن الحصول عليها في عالم الواقع فبمقدورهم أن يوقعوا لك شيكا بمليون دولار أو يمنحك خطاب توصية لأغا خان إذا كان هناك بعض الذين يتلهفون على الشعور بالعظمة والأهمية حتى يصبحوا مجانين بالفعل تخيل ما هي المعجزات التي يمكننا تحقيقها من خلال إشباع هذه الرغبة في هؤلاء الأشخاص لم يعرف التاريخ سوى اثنين كان يتقضيان راتبا سنويا قدره مليون دولار هما وولتر كرايزلر وشارلس شواب فلماذا كان أندرو كارنيجي يدفع لمدير مصانع شواب مليون دولار سنويا أي أكثر من ثلاثة آلاف دولار يوميا هل كان شواب عبقريا فزا كلا هل كان يعرف عن تصنيع الفولاذ أكثر من أي شخص آخر كلا بل كان شواب يتقاض هذا المرتب لمقدرته على معاملة الناس وقد قال لي شواب إن سر مقدرته تلك تنحضر في قدرته على إثارة الحماس بين الناس وإن الطريقة المثلى للحصول على أفضل ما في الإنسان هي الثناء والتشجيع وسبيلي إلى ذلك سهل وبسيط فإنني أجزر لهم المذيحة والثناء وأصرف في التقدير والتشجيع فليس هناك أي شيء يقتر الطموح مثل توجيه النقد لمن هم في مستوى أعلى أما أنا فلا أنقض أحدا ولا أبحث عن أخطاء أحد وإذا طلب مني وصف نفسي سأقول رجل مبذر في ثنائه مصرف في تقديره وإذا كان هذا ما يفعله شواب فماذا نفعل أنت وأنا عكس ذلك تماما فإذا لم يعجبنا شيء ثار غضبنا وإن أعجبنا شيء التزمنا الصمت والثناء المخلص كان سرا من أسرار نجاح روكفلير في معاملة الناس فمثلا حين خسر شريكه إدوارد بيتفورد مليون دولار بعد إتمامه صفقة فاشلة كان في مقدور روكفلير صب غضبه على شريكه وتوجيه اللوم له على تلك الصفقة الخسرة ولكنه كان يعلم أن شريكه بيتفورد فعل أقصى ما في وسعه ويكفي بهذا سببا لامتداحه والثناء عليه فأجزل له المديح لاستطاعات إنقاذ ستين بالمئة من المال الذي وضع في هذه الصفقة لجأت مرة إلى الصوم عن الطعام ستة أيام متولية فلم أجد في ذلك صعوبة وأحسست بجوع في نهاية اليوم السادس أقل مما شعرت به في نهاية اليوم الثاني وبالرغم من ذلك فإن الكثيرين من الناس يشعرون بعذاب الضمير إذا ما تركوا عائلتهم أو مستخدميهم من دون طعام طيلة ستة أيام ولكن هذا الضمير لا يتحرك إذا تركوهم لمدد كبيرة دون منحهم الثناء المخلص الذي يبحثون عنه مثل ما يبحثون عن الغذاء إننا نتعهد بغذاء أكساد من نعولهم ونادرا ما نتعهد بتغذية عزة أنفسهم بالثناء والمديح نقدم لهم الطعام والشراب ونمنع عنهم التقدير والتشجيع والثناء الذي يظل في مخيلتهم لسنوات طوالة قد يرى القارئ أن هذا كلام فارغ فيه الرياء ونفاق وتملق فهو غير مجد مع الأذكياء على الأخص وذلك بالطبع حقيقة فنادرا ما ينفع التملق والرياء مع الأذكياء لأنه فارغ وأناني وكاذب ويجب أن يفشل بغض النظر على أن هناك أناس يتعطشون للثناء والتقدير بحيث يقبلون كل ما يقدم لهم دون تمييز كالإخوة ميديفاني الذين كانوا موفقين إلى حد كبير في زواجهم فقد تزوجوا من أشهر نجمتين عالميتين فضلا عن المليونير الحسناء بيربرا عاتون لعلك تتساءل كيف استطاعوا أن يفعلوا ذلك النجمة بولانجري قالت لي لقد كان الإخوة ميديفاني يجيدون فن الإطراء خلافا لسائر الرجال الذين عرفتهم هذا الفن الذي أصبح نادرا في عصرنا وأكد لك أن هذا هو سر جاذبية ميديفاني للنساء حتى إن الملكة فيكتوريا نفسها خضعت للإطراء فقد اعترف ديزرائيلي بأنه استخدمه بكثرة في معاملته للملكة لكن ديزرائيلي كان عبقريا فزا فإذا كان الإطراء قد أجزاه فليس من الضروري أن يجزيك الإطراء أو يجزيني بل ربما كان السبب في وقاعك في العديد من المشكلات إذا ما حاولت استخدامه إن الفرق بين التقدير والإطراء فرق بسيط الأول نقي خالص والثاني أناني ومغشوش الأول يصدر عن القلب والثاني يصدر عن اللسان الأول مجرد من الأنانية والثاني جزء من الأنانية الأول مطلوب من الجميع والثاني مرفوض من الجميع لقد رأيت أخيرا تمثالا نصفيا للجنرال أوبيجون في قصر تشاوبلتك بمدينة مكسيكو وقد كتب على قاعدة التمثال كلمات حكيمة منطقة من فلسفة أوبريجون لا تخشى الأعداء الذين يهاجمونك بل احذر الأصدقاء الذين يتملقونك كان لدى الملك جورج الخامس مجموعة من الحكم معلقة داخل بروازن على جدار غرفة مكتبه بقصر بيكينجهام وإحدى هذه الحكم تقول لا تعلمني إجزال العطاء ولا الترحيب بالإطراء الرخيص ويقصد بالإطراء الرخيص التملق الذي قرأت مرة تعريفا له بأنه إخبار الشخص الآخر بما يعتقده في نفسه قال رالف والدو أميرسون إن كل إنسان أقابله وأفضل مني بطريقة ما ومن هنا أستطيع أن أتعلم منه إن كان ذلك الأمر صحيحا لأميرسون أليس من المحتمل أن يكون صحيحا بالنسبة لي ولك دعونا من التفكير في أنفسنا وتعالوا نعدد الصفات الطيبة في كل إنسان نقابله ونمنحه الثناء الصادقة والمخلص كن مبذرا في ثنائك سخيا في امتداحك يحفظ الناس كلماتك ويذكرونها طيلة حياتهم حتى بعد أن تنسها أنت أربعة إن من يقدر على فعل ذلك يمتلك الدنيا ومن لم يقدر يسير الطريقة بمفرده عندما أذهب إلى مين لصيد الأسماك أنت ما أحبه وأفكر فقط فيما يحبه السمك فأنا لا أضع الكريز أو الكريمة الذين أكون لهما حبا وإنما أضع دودة بالسنارة وألقيها للسمك ثم أردد ألا تحبين الحصول على هذا؟ فلماذا لا نستخدم هذا المنطق في استياد الناس؟ عندما سئل لويت جورج كيف بإمكانه أن يظل في الحكم بعد أن تخلى عنه جميع الساسة كويلسون وأورلاندو وكليمانسو أجاب إذا كان الفضل في بقائه في الحكم يعود إلى أمر ما فهذا الأمر هو أن تستخدم الطعم الذي يلائم الصيد فلماذا دائما نتحدث عن ما تريده؟ فمن الطبيعي أن تحب ما تحب ولا تفترض أن يكون محدثك يشاركك هذا الحب والطريقة الوحيدة للتأثير على الشخص الآخر أن تتحدث عن ما يريده هو وأن ترشده إلى طريقة تحقيقها حاول غدا حاول غدا أن تستميل شخصا ما على أن يفعل شيئا فمثلا إذا كنت تريد أن تجعل ابنك يقلع عن التدخين فلا تعظه ولا تتحدث عن ما تريده واشرح له أن التدخين قد يعوقه عن الفوز في مباراة كرة قدم أو في سباق عدو من الأفضل أن تتذكر ذلك في تعاملك مع أطفالك أو مع صغار العقول أو القردة في ذات يوم أراد رالف والدو أمرسون هو وابنه أن يجعل عجلا صغيرا يعود إلى حضيرته ولكنهم ارتكب الخطأ الشائع بالتفكير فيما يريدان أمرسون يدفع العجل وابنه يجذب دون جدوى وكان العجل مثلهما تماما يفكر بما هو يريد فثبت أقدامه في الأرض ورفض أن يبرح مكانه قيد شعره زوجة أمرسون رأت المشهد من نافذة منزلها ولم تكن ماهرة كزوجها في كتابة المقالات والكتب ولكنها كانت تدرك ما يريده صغار العجل فقد ذهبت إلى العجل ووضعت إصبعها في فمه ليلعقه ثم قادته بيسر إلى داخل الخضيرة في كتابه الشهير التأثير بالتصرف الإنساني قال هاري أوفرستريت كل عمل مصدره رغبة كامنة في النفس وأفضل نصيحة للذين يعملون بإقناع الناس في العمل أو البيت أو المدرسة أو في السياسة هي أولا تخلق في الشخص الآخر رغبة جامحة في أن يفعل ما تريد فمن يستطيع ذلك يمتلك الدنيا ومن لم يستطع يسير الطريقة بمفرده إن ذلك الفتى الإسكتلندي الفقير أندرو كارنيجي الذي بدأ العمل بأجر يبلغ سنتين في الساعة عند وفاته ترك ثروة تقدر ب365 مليون من الدولارات كيف فعل ذلك؟ لقد تعلم في مستهل حياته أن الوسيلة المثلة للتأثير بالناس التحدث عما يريده الشخص الآخر التحق كارنيجي بالمدرسة أربع سنوات وحسب ولكنه تعلم من الحياة فنون معاملة الناس قلقت زوجة أخي ذات يوم عن والديها الطالبين في بل حيث كان منهم كين جدا في دراستهما ولم يرد بكلمة واحدة على رسائلها المتكررة فراهن كارنيجي بمائة دولار من أنه قادر على الحصول على الجواب بواسطة البريد العائد فكتب إلى الشابين خطابا يقول فيه إنه أرفق بخطابه حوالة بمبلغ خمسة دولارات وأغفل وضع الحوالة وما لبث الجواب أن عادا مع البريد العائد يشكر العم العزيز أندرو لهذه الرسالة الرقيقة ولا شك أنك تستطيع إدهاء الجملة بنفسك أعتد استئجار إحدى قاعات الاحتفال في فندق بمدينة نيويورك لمدة عشرين ليلة في كل موسم من أجل إلقاء سلسلة من المحاضرات وذات موسم ارتفعت قيمة الإيجار إلى ثلاثة أضعاف وقد علمت بذلك بعدما وزعت بطاقات الدعوة وعمل الدعاية اللازمة في الصحف ولم أكن أريد أن أدفع تلك الزيادة ولكن ما فائدة أن أحدث صاحب الفندق بشأني ما أرد وقلت لمدير الفندق لقد صدمت قليلا عندما علمت بالأسعار الجديدة لكنني لا ألومك أبدا ولو كنت مكانك لفعلت مثل ما فعلت فدورك كمدير للفندق تحقيق الربح وإن لم تفعل فربما أقلت من وظيفتك ولكنني سأوضح لك المضارة والفوائد التي ستعود عليكم إذا ما صممتم على تلك الزيادة أمسكت بورقة ورسمت خطا في منتصفها كتبت أعلىها كلمة الفوائد وفي أعلى النصف الثاني كلمة المضار وكتبت تحت كلمة الفوائد الاحتفاظ بالقاعة خالية ثم قلت للمدير وطبعا ستستفيد بذلك لتأجيرها لحفلات الرقص أو للمؤتمرات أو غيرها مما يعود بربح يفوق ما تعود عليكم به سلسلة من المحاضرات أما المضار أولا بدلا من زيادة أرباح الفندق عن طريقي فإنك ستفقده تماما لأنني لن أستطيع تزديد الإيجار الذي تريده كما أن المحاضرات تكتذب إلى فندقكم مجموعة من المثقفين ما كان سيأتون إلى فندقكم حتى لو أنفقتم خمسة ألاف دولار ثم سلمت الورقة للمدير قائلا أود أن تدرس بعناية الفوائد والمضار التي ستعود عليكم وتخبرني بقرارك الأخير وفي اليوم التالي أخبروني أن الزيادة خمسين بالمئة فقط بدلا من ثلاثمائة بالمئة والمهم في هذا كل حصولي على تخفيض دون أن أصح عما أريد بل تحدثت عما يرغب فيه محدثي إليكم أعظم نصيحة في فن العلاقات الإنسانية قال هنري فورد إذا كان هناك سر للنجاح فهو يكمن في القدرة على معرفة وجهة نظر الشخص الآخر ورؤية الأشياء من منظره هو إن أي إنسان عادي يستطيع أن يحص تطق هذا القول ومع ذلك فإن تسعين بالمئة من الناس يتجاهلون هذه الحقيقة تسعون بالمئة من الوقت يجب ألاف البائعين طولا وعرضا وهم منهكون ومتعبون ولا يكهدون يحصلون على أي مكسب لماذا؟ لأنهم يفكرون دائما بما يريدونه فقط ولو تمكنوا أن يرغبون في بضاعتهم لذهبنا إليهم واشتريناها ذات يوم وأنا متجه إلى محطة القطار قابلت أحد السماسرة وكان خبيرا بمنطقة فورست هلز حيث أقيم فسألت هل المنظر الذي أرغب في شرائه مبني من الأسمنت المسلح؟ فقال إنه لا يدري وأخبرني بما أعرف سلفا أن أسأل عن ذلك لدى اتحاد حضائق فورست هلز ثم طلب مني أن يتولى عقد الصفقة لم يكن يهتم بمساعدتي بل كان يهتم بمساعدة نفسه وكان يجب أن أعطيه نسختين من كتابي فاشرينج البائع المتجول وثروة للمشاركة فإن قرأ هذين الكتابين وعمل وفقا للمبادئ الواردة فيهما لاستفد من ذلك في حياته العملية فائدة لا تقدر بثمن منذ بداية سنوات كنت أجلس في عيادتي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وبادرني الطبيب قبل أن يفحصني بسؤال ما عملك؟ لم يكن يهتم بمرضي ولكنه كان مهتما بقدرة المالية وكانت نتيجة سؤاله أنه لم يحصل على شيء وتركت عيادته وأنا مستاء من تصرفاته إن العالم مليء بمثل أولئك الأشخاص الذين يسيطر عليهم الجشع والأنانية ومن ثم فالذي يسعى جاهدا لخدمة غيره يمتاز بميزة عظيمة هي تفوقه على منافسه قال أوينيوغ إن من يستطيع أن يضع نفسه مكان إنسان آخر ويستطيع أن يفهم ما يدور في عقله لن يحتاج أبدا إلى القلق على مستقبله إذا استطعت أن تستفيد من هذا الكتاب بشيء واحد فقط فهو الميل المتزايد إلى وضع نفسك موضع الشخص الآخر ورؤية الأشياء بمنظاره لكان هذا على بساطته حجرا للزاوية في نجاحك وبناء شخصيتك كان أحد الطلب في معهدي قلقا على طفله الذي كان ضعيف البنيان فقد الشهية وقد اعتدى والداء استخدام الطرق العادية فنهرى وتدمر منه قائلين أمك تريدك أن تأكل هذا وأبك يرغب في أن تكبر لتصبح رجلا عظيما ولكن هل اهتم الطفل برغبات والدي كما تهتم أنت بأيام الأعياد عند البذيين فهل يتوقع إنسان بالغا ما بلغ من غباء أن يتوقع أن يتفاعل طفل عمره ثلاث سنوات مع وجهة نظر والده البالغ من العمر الثلاثين عاما وقد اكتشف والد الطفل خضأ تفكيره فقال في نفسه ما الذي يريده طفلي كيف يمكنني أن أوفق بين ما أريد وما يريد وحين بدأ يفكر بهذه الطريقة سرعان ما حلت المشكلة كان للطفل دراجة يحب أن يقودها على جانب الطريق أمام منزله وبقرب من منزله يسكن صبي يكبره سنا كان يصيب له دائما أن يأخذ الدراجة عنوى من الطفل ليركبها وكان الطفل الصغير يعود إلى ولادته بكيا فتذهب للصبي وتأخذ منه الدراجة فماذا كان الطفل يريد؟ بالطبع كان يرغب في الانتقام من هذا الصبي وعلم أبوه هذا فقال له إنه يستطيع وتحطيم الصبي إذا ما تناول جميع ما تقدمه له والدته من طعام فأخذ الطفل يتناول جميع ما تقدمه والدته من أصناف الطعام لكي ينمو ويكبر ويقوى ويستطيع أن يؤذي ذلك الصبي الشرير الذي طالما سخر منه تذكر دائما اخلق أولا في الشخص الآخر رعبة جامحة فمن يفعل ذلك يمتلك الدنيا ومن لم يفعل يسير الطريقة وحيدا 5- الفصل الرابع افعل ذلك تكن موضع إعجاب أينما ذهبت 6- هل سألت نفسك لماذا تقرأ هذا الكتاب لتعرف كيف تعامل الناس وتكسب الأصدقاء؟ إذا كنت كذلك فاترك الكتاب جانبا وتعلم فن اكتساب الأصدقاء عن أكبر مكتسب للأصدقاء في العالم 6- هل تبدر إلى ذهنك من هو؟ 7- قد تقبله غدا مصادفة أثناء سيرك في الشارع 7- سيهز ذيله عندما تقترب منه 8- فقد يركصه مرحا إذا ملست على شعره 9- ليظهر لك مدى حبه لشخصك 10- وليس وراء هذا غرض ولا مقصد 10- فهو لا يريد أن تشتري منه قطعة أرض 11- ولا يريد استمالتك للزواج من ابنته 11- هل عرفت؟ 11- انعو الكلب 12- هل بدر إلى ذهنك أنه الحيوان الوحيد 13- الذي لا يعمل ليحصل على طعامه 14- فالدجاجة تضع بيضا 15- والبقرة تدر لبنا 15- وعصفور الكنرية يغرد بصوت شجي 16- أما الكلب فلا يعمل إلا حب المحيطين به 16- في الخامسة من عمري 17- اشترى لي والدي كلبا صغيرا 17- ذهبي الشعر أسميته تبي 17- كان مصدرا لسعادتي 18- وكان ينتظرني أمام المنزل في موعد عودتي من المدرسة 18- وعيناه الجميلتان ترنصوا بالطريق في شغف 19- وعندما يرني عن بعد أو يسمع وقع خطواتي 19- يندفع نحوي كالسهم إلى أعلى التل لتحيتي بنباحه وقفظته 20- وظلت بأعز أصدقائي طوال خمس سنوات 21- وذات ليلة مشؤومة 21- ماتت بي ساقا على بعد عشرة أقدام مني 22- وقد كان ذلك مأساة طفولتي 22- لم تقرأ يتبي كتابا في علم النفس 23- لست بحاجة إلى ذلك 24- غريزتك الإلهية علمتنا أن باستطاعة الإنسان 25- كسب الأصدقاء خلال شهرين 26- إذا اهتم بالناس أكثر مما يستطيع كسبه 27- خلال عامين عن طريق حمل الناس على الاهتمام به 27- في نيويورك 27- أجرت شركة الاتصالات دراسة لمعرفة الكلمة الأكثر استخداما في المكالمات الهاتفية 28- هل عرفتها؟ 29- وكانت الكلمة ضمير المتكلم أنا 29- حيث استخدمت 3990 مرة في 500 مكالمة هاتفية 29- هل تلاحظ أنك عندما تنظر إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية 29- من بينها صورتك إلى من تنظر أولا؟ 30- فلماذا يظهر الناس اهتماما بك مدمت أنت لا تهتم بهم أولا؟ 31- وكيف تحاول لفت أنظار الناس إليك دون أن يتجه نظرك أولا إليهم؟ 31- ارتكب نابليون ذلك الخطأ 32- ففي آخر لقاءته مع جوزف قال لها 33- لقد حصلت على المجد والسلطة ما لم يحصل إنسان عليه قط 34- الذي أعتبره الصديق المخلص الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا العالم 34- ويشك المؤرخون في أنه كان يستطيع الاعتماد حتى عليها 34- ماذا يجب أن تعني الحياة لك؟ 35- كتاب للنفساني الشهير ألفريد أولير قال فيه 36- إن الشخص الذي لا يهتم بأخيه الإنسان يعاني من مصاعب جم في الحياة 36- وفي مثل هذا الشخص يتجل الفشل الإنساني في مختلف صوره 37- حين كنت أدرس في كتابة القصة القصيرة في نيويورك 37- ألقى محرر مجلة كالبرز علينا محاضرة قال فيها 38- إنه يستطيع التقاط أي قصة من بين عشرات القصص التي تصله يومياً 39- وبعد قراءة أجزاء قليلة منها يستطيع أن يشعر إذا كان المؤلف يحب الناس أم لا 39- فإذا لم يكن الكاتب يحب الناس فلن تحب الناس قصصه 40- قضيت أمسية في غرفة ملابس السحر المعروف 39- هوورد تيرستون الذي طاف العالم خلال أربعين سنة 40- ليبهر الشعوب بألعابه السحرية المدهجة 40- إن أكثر من 60 مليون مشاهد دفعوا المال لرؤية ألعابه 40- فجان من وراء ذلك ثروة تقدر بمليوني دولار 40- فسألته عن سر نجاحه 40- فقال إن كثيراً من السحر ينظرون إلى الجمهور 41- وهم يقولون في أنفسهم حسناً إنهم صخفاء 42- وسأضحك عليهم بحركاتي 42- أما نظرتي لجمهوري أشعر فيها بالامتنان لأن هؤلاء الناس جاءوا لرؤيتي 43- وهم يسهلون علي أن أكسب المال بوسيلة مرضية 44- لذلك سأبذل أقصى ما في طاقتي لإسعادهم 44- روت لي السيدة شومان هينيك المغنية الشهيرة والتي فكرت ذات يوم في الانتحار وقتل أطفالها أنها تغلبت على المحن والمآسي التي عاشتها بالغناء فقد ظلت تغني وتغني واستطاعت أن تصبح أعظم مغنية لأدوار فاجنر وقد أرجع سر نجاحها إلى اهتمامها بالناس 45- السبب ذاته كان وراء الشعبية الجارفة لثيودر روزفلد فقد استطاع أن يجعل كل من حوله حتى خدموا يحبونه 46- لدرجة أنه بعد تنحيه عن الرئاسة زار البيت الأبيض وكان ذلك في عهد الرئيس تافت الذي كان وزوجته خارج البيت 47- فظهر حبه الصادق للبسطاء من العامة حيث راح يحادث خدم البيت ويناديهم بأسمائهم متلطفا معهم ومداعبا 47- وحكى ابنه عن هذه الزيارة بقول 48- عندما رأى والدي أليس خدمة المطبخ سألها عما إذا مازلت تصنع فطائر الذرة فأجابته أنها تصنعها أحيانا للخدم 48- أما أسيد البيت الأبيض فلا يتناولون منها شيئا 49- فقال روزفلد وهو مستاء من ذلك إن ذوقهم سيء وسأخبر الرئيس تافت بذلك حين أقابله 49- وأحضرت أليس قطعة له في طبق فخرج من مكتب الرئيس وهو يأكلها 50- وظلت هذه الزيارة مسار حديث الجميع 51- قال لي إيث هوفر بستاني البيت الأبيض كان ذلك اليوم أسعد الأيام التي عشناها منذ عامين 51- ولن يرضى أحد مننا أن يستبدل ذكرات تلك بورقة بمائة دولار 51- وكان هذا الاهتمام بالناس ومشكلتهم الخاصة هو سر نجاح الدكتور شارلي أليوت أحد رؤساء جامعة هارفرد الباريزين 52- ذات يوم أتى إليه في مكتبه بالجامعة أحد الطلاب ليقترض خمسين دولارا من صندوق الكلية 53- فأعطاه المبلغ الذي طلبه 54- محدثا إياه أنه قد سمع عنه أنه يطهو طعامه بنفسه في غرفته 54- مخبرا إياه أنه كان يفعل ذلك عندما كان في مثل سنه شرحا له كيف كان يصنع فطيرة محشوة باللعب 55- من خلال تجربة الشخصية وجدت أن بإمكان الشخص كسب اهتمامي أبرز الناس وأرفعهم قدرا لو أنه أبدى اهتمامه بهم 55- لنعطي مثلا على ذلك 56- منذ سنوات كنت أدرس في كتابة الرواية في معهد بروكلين للفنون والعلوم 55- وأردنا نحن الطلبة استدعاء كاثلين نوريس وفاني هيرست وإيدة تاربيل وألبريت بيسون تيرهون وروبرت هيوس وغيرهم من المؤلفين المشهورين 56- لنستفيد من تجاربهم 57- فكتمنا لهم نخبرهم إعجابنا بأعمالهم ولفتنا لمعرفة سر نجاحهم 57- وقد وقع هذه الرسائل أكثر من 150 طالبا 58- وقلنا إننا نعلم أنهم مشغولون في العمل 57- الأمر الذي قد يتعذر معه عليهم الحضور شخصيا 58- فأرفقنا مع الرسالة قائمة بالأسئلة لكل منهم 59- تتعلق بحياتهم الشخصية وطريقتهم في الكتابة راجين الإجابة عنها 59- وبالرغم من ذلك حضر هؤلاء الكتاب المشهير إلى بروكلين بأنفسهم لمساعدتنا والرد على تساؤلاتنا 60- جميعنا ملوكا أوصى عليك نحب من يقدرنا ويظهر إعجابه بنا 61- فمثلا القيسر الألماني الصابق غاليوم نال الكثير من الذل والمهانة إبان الحرب العالمية الأولى 62- حتى إن شقيقه انقلب عليه بعد أن فر إلى هولندا لينجو بنفسه من الموت 63- وازدادت كرهية الناس له حتى تمنى الملايين لو أنهم مزقوا جسده إربا أو أحرقوه حيا 63- واستهد الجو المشحون بالحقد والغضب بعث له صبي صغير رسالة تفيد بالشفقة والإعجاب 64- قائلا له إنه مهما فكر الآخرون سيظل على حبه للقيسر 64- وقد تأثر القيسر بهذه الرسالة ودع الصبي للمجيء لرؤيته 65- فجاء الصبي ومعه أمه والتي تتواجها القيسر فيما بعد 65- بالطبع لم يكن الصبي بحاجة إلى قراءة كتاب في فن اكتساب الأصدقاء والتأثير في الناس 66- بل كان موهوبا بغرزته 67- وعلينا إذا أردنا كسب الأصدقاء تكريس أنفسنا لخدمة الآخرين 67- مجردين أنفسنا من الأنانية والتفكير في الذات 67- عندما كان دوك ويندسر وليا للعهد رغب في زيارة أمريكا الجنوبية 68- وقبل أن يبدأ رحلته أمضى أشهر في دراسة اللغة الإسبانية 69- ليتمكن من إلقاء خطبة بلغة أهل هذه البلاد 69- وكان ذلك سببا في أن أحبه الأمريكيون الجنوبيون 69- تدرب شركة الاتصالات بنيوركو موظفيها على قول 70- الرقم من فضلك بلهجة تعني صباح الخير 71- يساعدني أن أخدمك 71- لنتذكر هذا حين نجيب على الهاتف غدا 71- هل ينفع هذا المنطق في العمل؟ 72- باستطاعت أن أقدم عدة أمثلة للتدليل على ذلك 73- ولكن لا يتسع الوقت إلا لذكر مثلين اثنين 74- تولت شارلس هولترز الموظف بأحد البنوك الكبيرة في نيورك 75- أهدد تقرير عن شركة محددة 75- ولم يكن سوى رئيس شركة صناعية 76- يستطيع من خلالها جمع المعلومات والبيانات التي يحتاجها 76- فذهب لمقابلته 77- وحين دخل إلى مكتبه 77- أطلت شابة من الباب وأخبرت الرئيس 78- ألا طوابع لديها اليوم 79- وعلق الرئيس على ذلك قائلا للسيد وولترز 79- إنني أجمع الطوابع لابن البالغ من العمر 12 عاما 80- وشرح وولترز الهدف من زيارته 80- وبدأ في إلقاء أسئلته 80- ولكن الإجابات كانت تأتيه غامضة ومبهمة 80- فكانت المقابلة مختصرة جفة 80- قال السيد وولترز وهو أحد تلاميذي 80- بصراحة لم أعرف كيف أتصرف 81- ثم فجأة تذكرت طوابع البريد وابن رئيس الشركة 82- وتذكرت أيضا أن البنك الذي أعمل فيه 83- تأتيه طوابع بريد من كل أنحاء العالم 83- وفي اليوم التالي 84- توجهت إلى الرجل 84- وأخبرته أن لدي طوابع لابنه 85- وسرعان ما كان الرجل في استقبالي 85- وأخذ يصافحني بترحيب وحماس 86- كما لو كنت قد حملت إليه خبر انتخابه 86- كعضو بالكونغرس 87- وقال وهو ينظر للطوابع 87- سيعجب جورج بهذا 88- انظر إلى هذا 89- إنها رائع جدا 89- وقضينا نصف ساعة نتحدث عن الطوابع 89- وننظر إلى صورة ابنه 89- ثم خصص أكثر من ساعة من وقته 89- لإمداد بالمعلومات التي أحتاجها 90- ثم استعدع بعض معاونيه لسؤالهم 90- واتصل بآخرين 91- فأصبح لدي معلومات أكثر بكثير 92- مما كنت أنتظر 93- وإليكم المثل الآخر 94- حاول السيد نافل من فيلدافيا 94- أن يبيع الفحم لشركة كبيرة 95- لها العديد من الفروع 95- ولكن هذه الشركة كانت ترفض الشراء منه 95- وألقى السيد نافل وكان من تلاميذي 96- خطابا أمام الطلبة 96- يصب فيه جم غضبه على تلك الشركة 96- وأخذ يصفها بأنها وصمة عار في جبين تلك الأمة 96- فأجرينا حوارا بين فريقين موضوع 97- انتشار الشركة ذات الفروع 97- تضر بالأمة أكثر مما تنفعها 97- وبناء على نصيحتي 98- اتخذ نافل الجانب المعارض 98- وأن يستعين بمدير هذه الشركة لإعداد كلمته 98- وذهب نافل على الفور إلى مدير الشركة التي يحقد عليها 99- وقال له 99- لست هنا لأحاول أن أبيع لكم الفحم 99- بل جئت لأطلب منكم خدمة 99- وقص عليه نبأ تلك المناقشة 99- وقال 99- جئت أطلب المساعدة لأنني لم أتمكن من التفكير بأحد سواك 99- يستطيع أن يوفر لي الحقائق التي أحتاجها 99- فإنني أريد الفوز بهذه المناقشة 99- وأشكر لك أية مساعدة تقدمها لي من كل قلبي 99- فخصص لي الرجل من وقته الكثير 99- بل استدعى لي أحد موظفي 99- وكان قد ألف كتابا عن تلك الشركات ذات الأفرع 99- وطلب إليه أن يمنحني نسخة منه 99- وكتب إلى الاتحاد الوطني للشركات ذات الأفرع 99- لتأمين نسخة لي عن مناقشة حول هذا الموضوع 99- فهو يشعر بأن تلك الشركات تؤدي خدمة حقيقية للأمة 99- ويجب أن أعترف بأنه فتح عيني على أشياء لم أكن أحلم بمعرفتها 99- فقد غير موقفي تماما 99- وحين غدرت المكتب قام بتوصيلي بنفسه إلى الباب 99- ولف ذراعه حول كتفي 99- وهو يتمنى للنجاح في المناقشة 99- وطلب مني أن أزوره مرة ثانية لأحبره بنتيجة تلك المناقشة 99- وكانت آخر كلمة قالها 99- أرجو أن تأتي لزيارتي في الربيع 99- فأنا أريد شراء صفقة فح من منك 99- كان ذلك بالنسبة لي أشبه بالمعجزة 99- إذ أنه أراد شراء الفح من دون أن أطلب منه ذلك 99- لقد اطلعت خلال ساعتين من الاهتمام بشركته 99- وبعمله تحقيق ما لم أستطع تحقيقه 100- خلال عشر سنوات من محاولة استمالته لشراء فحمه 100- إلا أنك يا سيد نافل لم تستكشف حقيقة جديدة 100- ففي السنة المئة قبل الميلاد 100- قال بليليوس سبروس أحد شعراء الرومان القدامة 100- إننا لا نهتم بالآخرين إلا بعد اهتمامهم بنا 100- وهكذا إن أردت أن يحبك الآخرون 100- فاتبع هذه القاعدة الهمة 100- إذر اهتماما بالناس 100- الفصل الخامس كيف تجعل الناس يحبونك في الحال 100- بينما كنت واقفا في الطابور لتسجيل رسالة في مكتب البريد 100- لمحت الموظف منزعجا من عمله 100- يزن الخطابات ويسلم الطوابع 100- ويعيد باقي النقود ويحرر الإصالات 100- عمل راتيب متشابه يتكرر سنة بعد أخرى 100- فقلت في نفسي سأحاول أن أجعل هذا الفتى يحبني 100- وطبيعي إذا رغبت في أن يحبني 100- فيجب أن أقول له قولا ضطيفا لا عن نفسي 100- وإنما عنه هو 100- فتسألت 100- ما هو الشيء الذي يستحق أن أبدي أعجابي به 100- وهذا سؤال تصعب الإجابة علي 100- خاصة بالنسبة للغرباء 100- ولكنها في تلك المناسبة بالذات كانت سهلة 100- إذ وجدت شيئا أعجبني في الحالة 101- وبينما كان الشاب يزن خطابي 101- قلت له في حماس 101- كم أتمنى لو أن لدي شعر مثل شعرك 102- فنظر إلي الشاب بدهشة مبتسما 102- وقال 102- حقا إنه لم يعد جميلا كما كان في الماضي 103- فأكدت له أنه ما زال جميلا رائعا 104- وقد سر لذلك كثيرا وقال 104- إن كثيرين قبلي أبدو إعجابهم بشعري 105- أراهن أن ذلك الفتى عندما عاد إلى منزله ظهر هذا اليوم 105- أخبر زوجته بذلك 10- وأنه تطلع إلى صورته في المرآة 10- وقال لنفسه إن شعري حقا لجميل 10- تسألني ما الذي عاد علي من وراء ذلك 10- لقد جنيت شيئا ولم أتكلف في سبيله 11- مالا ولا جودا 11- جنيت الإحساس بأنني أعطيت هذا الشاب 12- شيئا دون أن أنتظر منه أن يهبني شيئا في مقابله 13- وهذا بلا شك إحساس يرضيق 14- ويظل في ذكرتك زمنا طويلا 14- مبدأ مهم جدا في السلوك الإنساني 15- لو عملنا به لن تكون هناك مشاكل أبدا 15- هو اجعل الشخص الآخر يشعر بأهميته 16- منذ ألاف السنين ظل الفلسفة يبحثون في قواعد العلاقات الإنسانية 16- وفي النهاية خرره لنا بمبدأ هم 17- عامل الناس بما تحب أن يعاملك 18- أنت تبغي استحسان من تتعامل معهم 19- وتريد الاعتراف بقيمتك وقدرك 20- كما تريد أن تشعر بأهميتك في دنياك الصغيرة 21- وفي الوقت ذاته لا تريد أن تستمع إلى تملق رخيص 21- بل تريد أن يكون أصدقاؤك ومعارفك على حد قول شواب 22- مصرفين في ثنائهم لك 23- صدقين في مذيحهم إيك 24- لنطبق هذه القاعدة الذهبية 25- لنمنح الآخرين ما نريد أن يمنحون إيا 26- كيف يكون ذلك وأين 27- الجواب هو دائما وفي كل مكان 28- سألت مرة موظفة لاستعلامات في شركة راديو سيتي 29- عن رقم مكتب هنري سوفين 29- وكان أنيقا في مظهره فخورا بطريقته في الإجابة 30- فأجاب بوضوح تام 30- هنري سوفين لحظة من الصمت 31- الطبق الثامن عشر 31- لحظة من الصمت غرفة رقم 18- 16 31- واتجهت إلى المصعد 31- ثم توقفت وعدت إليه وقلت 32- أهنئك على الطريقة الرائعة 32- التي أجبتني بها على سؤالي 33- لقد كنت واضحا ودقيقا 33- فعلت ذلك كفنان مبدع 34- وهذا شيء غير تقليدي 34- تستحق عليه التهنئة 34- فرح بذلك بشدة 35- وشرح لي لماذا توقف بين الجملة والأخرى 35- ولماذا نطق بكل عبارة 36- بالطريقة التي نطقها بها 36- وقد جعلته كلماتي يصلح وضع رباطة عنقه 37- وبعدما وصلت إلى الطابق الثامن عشر 37- تملكت شعور بأنني منحت ذلك الشاب 38- سعادة لا حدود لها 39- لا تنتظر حتى تصبح سفيرا لدى فرنسا 40- لكي تبدأ باستخدام هذه القاعدة 41- بل يمكنك استخدامها في كل يوم ومع كل إنسان 41- فإذا أحضرت لك عاملة المطعم بطاطس مسوقة 42- بدلا من البطاطس المحمرة 42- فقل لها 42- آسف لإزعاجك 43- ولكنني أفضل البطاطس المحمرة 43- فستجيب لا إزعاج على الإطلاق 44- وستكون مسرورة بخدمتك 44- لأنك أبديت احترامك لها 44- إن عبارات كهذه 45- آسف لإزعاجك 45- هل تتفضل 46- هل تسمح 46- شكرا 47- تفعل السحر في نفوس الناس 47- وهي كالمزاية 48- تقطر الزيت في طحونة الحياة اليومية 48- التي تدور متشابهة في رتابة وملل 49- هل قرأت إحدى روايات هول كين 49- إن ملايين الأشخاص قرأوا رواياته 50- لقد كان ابن حدد 51- ولم يقضي في المدرسة أكثر من ثماني سنوات 52- وبرغم ذلك 52- فقد أصبح فيما بعد من أعظم الأدباء في العالم 53- وأكثرهم ثراء 53- وهذه قصة 54- كان هول كين والعا بالقصائد الشعرية القصيرة 54- فقرأ كل أشعار دانييل جابرل روستي 55- وألقى محاضرة يمتبح فيها شعر روستي 55- وأرسل نسخة منها إليه 55- وساعد روزيتي بذلك 55- وربما قال في نفسه إن أي شاب لديه مثل هذا الرأي في شعري 56- فلابد أن يكون ذكيا 57- فدع روزيتي ابن الحدد إلى لندن 57- وعينه سكرتيرا له 58- وكانت هذه نقطة التحول في حياتك 58- لأنه في موقعه الجديد 59- كان يلتقي بأدباء عصره 59- فانتفع بمخالطتهم واستفاد من نصائحهم ومن تشجيعهم 60- فسلك طريقا خاصا في مجال الأدب 59- جعل اسمه عالميا 60- كما أصبح منزله قلعة جريبة 60- في جزيرة مان 61- مزارا يقصده الناس من شتى أنحاء العالم 61- وخلف وراءه ثروة تقدر بمليونين وخمسمائة ألف دولار 61- ومن يدري 62- فربما مات هول كيم فقيرا معدما 62- منسيا لو لم يكتب إلى رجل شهير 63- مبديا إعجابه به 63- كان روزيتي يعتبر نفسه مهما 63- وليس ذلك بالغريب 64- فكل إنسان منا يعتبر نفسه مهما 64- بل مهما جدا 64- هل تشعر إنك أنقى معدنا من اليابانيين؟ 65- في الحقيقة إن الياباني يعتبر نفسه أنقى المعادن البشرية 65- فالياباني المحافظ يتملك الغضب لو شهد رجلا أبيض يراقص يابانيا 66- وهل تعتبر نفسك أرفع منزل من الهندوس في الهند؟ 66- هذا ظنك أنت؟ 67- أما الهندوسي فيشعر أنه أرفع منزلة منك حتى إنه يرفض تناول طعام طاله ظلك 67- وهل تظن أنك أفضل من الإسكيمو؟ 67- إن من الإسكيمو مجموعة من الأفراد الكسالة يرفضون العمل ولا فائدة منهم 68- يسميهم الإسكيمو الرجال البيض تعبيرا عما يشعرون به نحو البيض من احتقار وازدراء 69- فكل أمة تشعر أنها الأفضل والأعرق والأرفع قدرا من الأمم الأخرى وهذه هي الوطنية المتطرفة التي تشعر الحروب 69- كل إنسان يشعر بأفضليته من الآخرين من ناحية ما على الأقل وحتى تصل إلى قلبه لابد أن تشعره أنك تقدر أهميته وأنك تقدر ذلك بصدق وبإخلاص 70- تذكر مقاله أمرسون كل إنسان أقابله أفضل مني من ناحية واحدة على الأقل وفي هذه الناحية يمكنني أن أتعلم منه 71- هناك قصتان وقعيتان عن رجلي أعمال طبق تلك المبادئ فحصل على نتائج رائعة 71- القصة الأولى عن رجل من رجال القانون يفضل عدم ذكر اسمه وليكون السيد صادق 71- بعدما التحق بمعهدي بمدة وجيزة توجه السيد صاد إلى لونغ آيلاند برفقة زوجته لزيارة بعض أقاربها 72- وهناك تركته يتحدث مع عمتها العجوز وذهبت لزيارة بعض أقاربها الآخرين 73- كان يتحتم على السيد صاد أن يطلع طلب تفصله بنتيجة تطبيقه لمبدأ الثناء 74- فقد فكر في أن يبدأ مع العمة العجوز فسألها 74- ألم يشيد هذا المنزل تقريبا في عام 1890؟ 74- فأجبته العجوز نعم لقد شهد في تلك السنة تماما 75- فقال إنه يذكرني بالمنزل الذي ولدت فيه إنه جميل بنائه رائع وغرفه واسعة 75- في أيامنا هذه تغيرت تصميمات البيوت لسوء الحظ 76- فردت العمة العجوز شبان اليوم ليهتمون بالبيوت الجميلة 77- كل ما يريدونه هو شقة صغيرة وثلاجة كهربائية وسيارة يتجولان بها 77- وبنبرة حنين للماضي أتبعت حديثها قائلة 78- لقد بني ذلك البيت بالحب 79- لقد حلمنا به أنا وزوجي قبل سنوات من بنائه 80- ولم نستعم بمهندس بل صممناه بأنفسنا 80- بعد ذلك تجولت معه في المنزل 79- فأبدى تقديره الصادق للتذكارات الجميلة التي جمعتها خلال رحلتها مع زوجها من أوان خزفية ولوحات إيطالية 80- وستائر حريرية كانت يوما معلقة في قصر فرنسي عظيم 80- يقول السيد صاد فلما انتهينا من جولتنا بأنحاء المنزل 80- أخذتني العمة إلى الجاراج 80- وهناك رأيت سيارة باكار فخمة تكاد تكون جديدة 80- وقالت لي بصوت رقيق اشترى زوجي هذه السيارة قبل رحيله لم أركبها منذ وفاته 81- أنت تقدر الأشياء الثمينة لذلك سأعطيك هذه السيارة 81- قال لها لي عمتي إنني أقدر كرمك طبعا ولكنني لا يمكن أن أقبل هذا 82- فأنا لست قريبا لك ولديك أقارب كثيرون قد يرغبون في اقتنائها 82- فهتفت السيدة العجوز في دهشة أقارب إنهم ينتظرون موتي للحصول على هذه السيارة 83- فقال لها إذا لم تريد أعطاءهم إياها فبإمكانك بيعها بسهولة 84- صاحت العجوز في وجهه قائلة أبيعها إنني لا أحتمل رؤية غرباء يقودون هذه السيارة أمامي 85- هذه السيارة اشتراها زوجي لأنا وسأمنحك إياها لأنك تقدر الأشياء الثمينة 85- لقد حاول أن يتملس من قبول السيارة لكنه لم يستطع ذلك خشية أن يؤذي مشاعرها 86- هذه السيدة العجوز التي تركت وحيدة مع تذكارتها في هذا المنزل كانت متعطشة لقليل من السناء والتقدير 87- لقد كانت ذات يوم شابة جميلة يرغبها الشبان 87- وقد بنت منزلا بنيران الحب وجمعت له التحف من جميع أنحاء أوروبا 87- وفي خريف العمر أصبحت تعاني الوحدة القاسية 88- وباتت في أمث الحاجة إلى القليل من التقدير الصادق والاعتراف بقدرها 89- وحين وجدته في شخص الصيد صاد لم تجد أغلى من سيارة بكار تهديها له لتعبر بها عن شكرها وامتنانها 89- أما القصة الثانية حقق جورج أستمان مخترع الشريط الحساس الخاص بالتصوير الفوتوغرافي ثروة تقدر بمائة مليون دولار 89- وجعل من نفسه أعظم رجل أعمال في العالم 90- ورغم منجزاته العظيمة كان في حاجة إلى التقدير والاعتراف بقيمته تماما مثلي ومثلك 90- ومنذ عدة سنوات مضت كان أستمان يشيد مدرسة أستمان لموسيقى في روشتر ومسرح كيلبورن الذي أراد به تخليد ذكرى أمه 90- وأراد جيمس أدمسون رئيس شركة المقاعد الفخمة بنيويورك تزويد ذلك المسرح بالمقاعد التي تنتجها شركته 90- فحصل على طريق المهندس المكلب ببناء المسرح على مواد لمقابلة أستمانا 90- وفي الموعد المحدد كان أدمسون على باب مكتب جورج أستمان حيث قبله المهندس قائلا 91- أعلم أنك تسعى لعقد صفقة مربحة ولكنني أخبرك أنك لن تعظى بأكثر من خمس دقائق من وقت أستمان لأنه منشغل دائما 91- فأخبره بما جئت من أجله بسرعة وحرق 91- فعندما سمح له بالدخول وجد أن السيد أستمان غارقا في كومة من الأوراق على مكتبه 92- فلما فرغ منها أسرع أدمسون يقول 93- أود أولا يا سيد أستمان ابدأ إعجابي الشديد بأساس غرفة مكتبك 94- وأنت تعلم أنني أعمل في تأسيس المنشآت الكبرى 95- ولكنني لم أرى في حياتي أساسا بهذا الروع 95- أجاب أستمان وقد انفرجت أساريرو 96- أنت تذكرني بشيء كنت أنسى 96- إنه حقا أساس جميل 96- أليس كذلك؟ 96- لقد أعجبني كثيرا في البداية لكنني الآن مشغول جدا في عملي 97- لدرجة أنني قلم ألقي نظر على محتويات غرفة مكتبي 97- ومشى أدمسون في الغرفة 98- وجعل يمسح بيده على خشب النوافذ والأبواب 99- وهو يقول 99- هذا بلوت إنجليزي 99- أليس كذلك؟ 99- إن له لمعة تختلف عن لمعة البلوت الإيطالية 99- وأجاب أستمان 100- نعم إنه بلوت إنجليزي مستورد 99- وقد انتقاه لي صديق متخصص في الأخشاب 99- بعد ذلك أراه إستمان الغرفة 100- وهو يحدثه عن ظروف تصميمها وتأسيسها 100- فلما وقف أمام النوافذ أشار إستمان من خلالها بإصبعه 100- إلى مجموعة من المؤسسات التي أسسها من أجل خدمة الإنسانية 100- كجامعة روشستر والمستشفى العام ومستشفى الأطفال 100- فهنأه السيد أدمسون بحرارة على طريقته المثالية في استخدام ثروته من أجل تخفيف معاناة الإنسانية 100- وفتح إستمان صندوقا زجاجيا 100- والتقط أول آلة تصوير امتلكها وقد اشترها من رجل إنجليزي 100- وسأله أدمسون عن كفاحه المبكر 100- فتكلم استمان عن فقره وطفولته وصبع 100- وأخبره عن أمه الأرملة وكيف كانت تشرف على شؤون البيت 100- بينما هو كان يعمل بأحدى شركات التأمين مقابل 40 سنة في اليوم 100- وقد جذبه السيد أدمسون لمزيد من الحديث ببضعة أسئلة أخرى 100- ثم أنضيت إليه وهو يتحدث عن تجاربه في فنون التصوير بالورق الحسس 100- وكيف كان يعمل ليلا ونهارا في تجاربه 100- وكيف كان ينام مرتديا ثيابه حتى لا يضيع وقتا في ارتدائها إذا استيقظ 100- مرت ساعتان على لقاء أدمسون بأستمان 100- وأخيرا التفت أستمان إلى أدمسون قائلا له 100- عندما كنت في اليابان اشتريت بعض الكراسي وأحضرتها معي إلى منزلي ووضعتها في الشرفة 100- ولكن الشمس محت طلاءها فاشتريت بعض الطلاء وأعدت دهانها بنفسي 100- أترهب أن ترى كيف فعلت ذلك؟ إنني أدعوك لمنزلي لنتغدى معا وأريك تلك الكراسي 100- وذهب إليه أدمسون وبعد الغداء أطلعه إستمان على الكراسي التي اشتراها من اليابان 100- ولن يكن ثمن القطع منها يتعدى الدولار والنصف 100- ولكن إستمان كان فخورا بها لأنه دهانها بنفسه 100- ولقد نجحت صفقة أدمسون وبلغت قيمة العطاء لتأسيس المسرع 90 ألف دولار 100- أين يجب لك ولي أن نبدأ بتطبيق هذه التركيبة السحرية؟ 100- السناء 100- لماذا لا نبدأ في منازلنا؟ 100- فأنا لا أعرف مكانا آخر أشد من منازلنا حاجة إلى ذلك 100- ولا أشد منه حرمانا 100- لابد أن تكون لزوجتك مزايا حسنة 100- وعلى الأقل لابد أنك فكرت بذلك عندما أقدمت على الزواج منها 100- لكن كم نضي من الوقت على آخر مرة أظهرت فيها إعجابك بجمالها؟ 100- كم؟ 100- قرأت للكاتبة ذائعة السايت دورسي ديكس مقالا أعجبت به لدرجة أنني قطعته واحتفظت به 100- قالت دورسي في مقالها ذاك إنها سائمت من المواعذ التي تقدم للعرائس 100- وأجدى من هذا أن ينفرد شخص مجرب حكيم بالعريس ويقول له 100- لا تتزوج قبل أن تقبل صخرة بلاريني عسى أن لا تنقطع عذوبة كلامك عن زوجتك 100- وعلم أن امتداح المرأة قبل الزواج هو من قبيل الميل والانعطاف 100- لكن امتداحك لها بعد الزواج هو أمر ضروري للمحافظة على راحة البال والهناء العائلي 100- إن الحياة الزوجية ليست مكانا لإثبات الإقلاص وحسن النية بقدر ما هي للدبلوماسية وحسن التدبير 100- فإن كنت ترغب في العيش الرغيد فلا تنتقد عمل زوجتك المنزلي 100- ولا تعقد المقارنات بينها وبين والدتك أو أختك 100- ولكن كن على العكس سخيا في امتداحك لتدبيرها 100- وهنئ نفسك علنا على زواجك من امرأة جمعت بينما حاسني فينوس ومينيرفا وماريان 100- وحتى حين يكون اللحم الذي أمامك كالجلد والخبز كالحجر الصلد فلا تتذمر 100- بل اذكر ملاحظتك بقول عابر وبذلك تدفعها إلى العناية أكثر بتخضير الطعام لكي تكون عند حسن ظنك 100- لا تبدأ ذلك فجأة وإلا سترتاب بالأمر لكن في هذه الليلة أو الليلة المقبلة أحضر لها بعض الأزهار أو صندوقا من الحلوى 100- وأفضل من هذا قدم لها الابتسامة أيضا وبعض الكلمات المخلصة 100- هل تحب أن تعرف كيف تجعل امرأة تقع في حبك؟ 100- حسنا إليك بالسر لكنها ليست فكرتي بل اقتبستها من دوريثي ديكس 100- إذ تقول ذات يوم قبلت رجلا تم القبض عليه متلبسا بتهمة تعادد الزوجات 100- فاز بقلوب ومدخرة 23 امرأة 100- فلما سألته عن طريقته لجعل النساء تقع في حبه قال إنه لا يلجأ إلى الحيلة أبدا 100- كل ما كان يفعل هو أن يحدث المرأة عن نفسها طوال الوقت 100- والطريقة ذاتها تفيد مع الرجال كذلك 100- قال ديزرائيلي تحدث إلى الرجل عن نفسه ينسط إليك لزعاد 100- فإذا كنت تريد أن يحبك الناس استخدم هذه القاعدة 100- اسبغ التقدير على الشخص الآخر واجعله يشعر بأهميته 100- الطريقة الأكيدة لخلق الأعداء 100- إذا كنت على صواب ثلاثة أربع الوقت أكون بذلك حققت أقصى ما أحلم به 100- إذا كان سيودر روسفيلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق وأشهر رجال القرن العشرين 100- فكيف هو الأمر بالنسبة لي ولك؟ 100- إذا وثقت بأنك على حق نصف الوقت فقط 100- لاستطعت عند إذن الذهاب إلى وولستريت وتكسب مليون دولار في اليوم 100- وأن تشتري يختا وتتزوج من فتاة رائعة 100- وإذا لم تثق بأنك على حق نصف الوقت فلماذا تقول عن الآخرين إنهم مغطئون 100- إن في إمكانك أن تقول للشخص الآخر إنه مغطئ من خلال نظرة أو لفتة أو حركة 100- وتكون في ذلك بليغا بلغتك فيما لو استخدمت الكلمات 100- وإذا صرحت شخصا أنه مغطئ لن يوافقك على ذلك 100- لأنك وجهت ضربة مباشرة إلى ذكائه وحكمته واعتزازه بنفسه 100- لكنها لن تثنيه عن رأيه 101- حتى لو لجأت إلى منطق أفلاتون أو إيمانويل 101- لن تستطيع تغيير رأيه لأنك جرحت مشاعره 101- لا تبدأ حديثك أبدا بالقول سأبرهن على كذا وكذا 101- فإن هذا القول يعادل قولك أنا أذكى منك 102- لذا سأطلعك على كل شيء يغير من رأيك 102- إن هذا تحدي يثير العداء ويدفع الشخص الآخر إلى النضال قبل أن تبدأ حديثك 103- إذا أردت إثبات الشيء فلا تعلن أنك الأذكى مسبقا 104- وفعل ذلك بكياسة ولباقة وفي صمت دون أن يشعر أحد 103- نصح لورد شيترفالد ابنه قائلا 104- كن أعقل الناس إذا استطعت ولكن لا تحدث الناس بذلك 105- إنني لا أصدق اليوم شيئا كنت أصدقه منذ عشرين عاما 105- مع عذا جدول الضرب 10- وحتى هذا أتشكك فيه عندما أطلع كتب أينشتاين 10- وبعد عشرين عام أخرى ربما لن أصدق ما ذكرته في هذا الكتاب 10- فلست متأكدا من شيء كنت متأكدا منه 11- يقول سقرات أنا لا أعلم شيئا علم اليقين 12- إلا أنني لا أعلم شيئا 13- فإذا قال شخص عبارة تعتقد أنها خطأ 14- أليس من الأفضل أن تقول له 14- أظن أن لي رأيا آخر وربما أكون مخطئا 15- فكثيرا ما أخطئ 16- فإذا كنت مخطئا فإنني أريد أن تصحح لي خطأي 16- فدعنا نتحرى الوقائع 17- إن هذا السحر يكمن في مثل هذه العبارات 17- ربما كنت مخطئا وأنا كثيرا ما أخطئ 18- ودعنا نتحرى الوقائع 18- فلا أحد يستطيع أن يعترض على قولك 19- ربما أكون مخطئا 19- وتأكد أنك لن تقع في المشكلات 20- مدوم تعترفت أنك قد تكون مخطئا 20- لأن ذلك سيوقف كل نقاش 21- ويوحي في محدثك أن يكون عادلا ومنصفا 21- مما يجعله يسلم بأنه هو الآخر 21- قد يكون مخطئا 22- فإذا أصررت بعد هذا على أن تقول للنساء 23- إنهم مخطئون 24- فقرأ العبارة التالية كل صباح قبل الإفطار 25- إنها من كتاب الأستاذ جيمس هارفي روبنسون 26- بعنوان العقل في طور التكوين 26- أحيانا نجد أننا نغير أراءنا من دون أي مقاومة أو صعوبة 27- ولكننا متى أدلينا برأي وقيل لنا 28- إننا مخطئون تمسكن به 28- ولم نتحرك عنه قيد شعرا 29- إن السهولة التي نكون بها أفكارنا وعقائدنا في أول الأمر تدعو حقا إلى الدهشة 29- ولكننا لنلبث حتى نمتلئ إيمانا بها وتعصبا لها 30- حتى ليصعب على أي شخص أن يسلبنا إياها 30- ذلك لأننا نضعها مع كرامتنا واعتزازنا بالنفس في كف واحدة 31- إن ضمير المتكلم أنا هو أهم كلمة في الشؤون الإنسانية 31- والتعامل معها بتعقل هي بداية الحكم الحق 32- إنك لن تجد أحدا يسلم في سهولة بأن ساعته مخطئة 33- أو أن سيارته قديمة 34- ولن يقنعه أحد بأنه مخطئ في معلوماته عن المريخ 34- أو للفظ كلمة إيتيك تيتوس 35- أو معرفته بقيمة عقار الثالثين 36- فنحن نرغب أن نستمر في تصديق ما اعتدنا قبوله كحقيقة 36- فإذا ألقى ظل من الشك على أحد معتقداتنا 37- دفعنا ذلك للبحث عن أي عذر للتمسك به 37- والنتيجة الحتمية أن موظم ما نسميه بالتعقل أو التدبر 38- إنما هو حقيقة الأمر إيجاد مبرر للاستمرار في تصديق ما كنا نؤمن به 39- فهل تنفع هذه الفلسفة في الأعمال؟ 40- دعنا نرى 40- يعمل إف مهني في بيع المعدات المستخدمة في تكرير البترول 41- وقد حصل على طلب من زبون هام من لونج آيلاند 42- وأوشكت المعدات التي طلبها أن يتم صنعها 42- ثم حدث أن حذر الزبون بعض معارفه من ألات السيد ماهني 43- وأنه قد ارتكب خطأا فادحا 44- وقلق الزبون واشتد به الغضب 44- فأجرى اتصالا تليفونيا مع السيد ماهني 45- وأخبره أنه لن يستلم تلك المعدات 45- التي اتفق معه على تصنيعها 46- قال السيد ماهني وهو يتابع عرض قصته 47- كنت أعرف أنه وأصدقائه مخطئون في اعتقادهم 48- فشعرت أنه من الخطأ أن أقول له بذلك 49- فذهبت إلى لونج آيلاند لمقابلة الزبون 49- وحين ذهبت نحو مكتبه 50- قفز وقفا واتجه نحوي يتكلم بسرعة 51- وقد كان مرتبكا جدا 52- حتى أنه كان يلوح بقبته في الهواء وهو يحدثني 51- كما انتقدني وانتقد صناعاتي وانتهى بقوله 52- والآن ماذا سنفعل 52- فأخبرته بهدوء تام أنني سأقوم بأي شيء يطلبه مني 53- قائلا أنت الشخص الذي سيدفع الثمن 54- فمن حقك أن تحصل على الشيء الذي تريده 55- وعلى أي حال فيجب أن يتحمل المسئولية واحد منا 55- فإذا كنت تعتقد أنك على حق 55- فعطنا الفرصة لاستكمال المعدات التي طلبتها 56- فإذا لم تكن كما طلبتها تماما 57- فأنا على استعداد لأن ألغي الصفقة 57- وأتحمل ما أنفقته في تصنيع تلك المعدات من مال 58- رغبة في إرضائك 58- ولكن يجب أن أخبرك أنه لو تم تصنيعها كما تريد 59- فيجب أن تتحمل مسئولية ذلك وأن تدفع الثمن 59- وفي نهاية الحديث 60- هدأ الرجل تماما وقال 60- حسنا تابع العمل 60- وإن لم تكن المعدات كما ينبغي 60- فالله يكون بعونك 61- وقد جاءت المعدات كما ينبغي 62- حتى إنه بعدها عقد معي صفقتين 63- حين أهانني ذلك الرجل ولوح قبدته في وجهي 64- وأخبرني أنني لا أعرف صناعتي كما ينبغي 64- دفعني كل ذلك إلى محاولة تبرئة نفسي 65- وقد أفدني ذلك كثيرا 65- ولو أخبرته أنه مخطئ وبدأت في مناقشته 66- لتطورت الأمور 66- ووصلت إلى المحاكم وخسارة مديا 67- فضلا عن خسارته كعمل 67- لقد اقتنعت أن من الخطأ أن نقول لشخص إنه على خطأ 68- فلا تناقش أحدا 69- ولا تخبره أنه على خطأ 69- بل استخدم فطنتك 69- كن فطنا فهذا يساعدك على كسب محدثك 69- فإذا أردت أن تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك 70- فاتبع هذه القاعدة 71- احترم أراء الشخص الآخر 72- ولا تقول لأحد أنه على خطأ 80- أقصر الطرق إلى تفكير الناس 71- إذا غضبت وصببت غيظك على شخص آخر 72- فبلا شك أنك قد أفرغت كل ما في صدرك من غيظ وغضب 72- ولكن هل سيشاركك الشخص الآخر راحتك؟ 73- هل صوتك المرتفع وأسلوبك العدواني منه 74- يسهل عليك أن تجعله يشاطرك الرأي؟ 74- قال ويدرو وولسون 74- إذا جئتني معلنا المبارزة أعيدك أن قبضتي ستكون أقوى من قبضتك 75- أما إذا جئت إلي وقلت دعنا نتبادل الرأي 75- فحتى إذا اختلفنا فلن نلبس أن نجد أننا نتفق في الكثير 75- جون روكفلر كان أكثر الرجال عرضة للاحتقار في ولاية كلورادو 76- وكانت أكثر الإضرابات العمالية عمفا في تاريخ الصناعة الأمريكية 76- يهز أعطاف هذه الولاية 77- كان عمال المناجم يطالبون بزيادة الأجور من شركة كلورادو للفحم 77- التي كان روكفلر يسيطر عليها 77- وبينما تاصف تلك الثورة الجامحة بالممتلكات والأرواح 77- وبينما الصدور مليئة تشتعل غضبا 78- استطاع روكفلر كسب ود العمال المضربين 78- لكن كيف؟ 79- إليك قصته 79- حاول روكفلر خلال أسابيع إقامة علاقة صداقة مع رؤساء العمال السائرين وذوي السلطة فيهم 80- بعد ذلك جمعهم وخطب فيهم خطابا أسفر عن نتائج مذهلة 80- فقد تمكن من إخماد نيران الغضب والعنف والكرهية التي هددت بافتساح روكفلر 80- ففاز بجمع من المعجبين حتى إن العمال المضربين عادوا بعد ذلك إلى العمل 81- دون التفوه بأية كلمة عن زيادة أجورهم التي حربوا بعنف من أجلها 81- كان مطلع ذلك الخطاب المشهور 81- إن هذا هو أعظم يوم في حياتي 82- بل هي أعظم ساعة في حياتي 82- إذ أنها المرة الأولى التي ألتقي فيها بكم عشر ممثل العمل 82- فإنني أؤكد لكم أنني فخور لوجودي بينكم 83- وإنني لن أنسى هذا الاجتماع التاريخي طيلة حياتي 84- ولو أن هذا الاجتماع عقد قبل أسبوعين 85- لو وقفت بينكم كالغريب 85- لا أميز من وجوهكم إلا القليل 85- ولكن بعدما سنحت لي الفرصة في الإسبوع الماضي 86- لزيارة مخيماتكم والتحدث مع ممثليكم 87- كما زرتكم بعد هذا في منازلكم 87- وقابلت زوجاتكم وأطفالكم 88- فإننا نتقابل اليوم كأخوة وأصدقاء 89- وليس كوربة 89- وكم يسعدني أن تتكرر مثل هذه الفرصة الطيبة 89- لأنقش معكم مصالحنا المشتركة 89- وبما أن هذا الاجتماع هو لممثلي إدارة الشركة 90- وممثل العمال فيها 90- فإنني أشعر كأنني دخيل علي 90- لأنني لست محظوظا لأكون من أحد الفريقين 90- ومع ذلك فإنني أشعر أنني قريب جدا منكم 91- لاحظوا أن روكفلر ألقى الخطاب على رجال 92- أرادوا به قبل أيام أن يعلقوه من عنقه 92- في شجرة طفاح بالطريق العام 93- أليس هذا مثالا رائعا عن فن تحويل الأعداء إلى أصدقاء؟ 94- نفترض أن روكفلر خض نقاشا مع أولئك العمل 95- وواجههم بالحقائق الصارمة 96- وأثبت لهم أنهم على خطأ 97- فإنه كان سيزيد الثورة اشتعالا 97- ويستفحل الشر والغضب في صدورهم 97- إذا كان قلب الرجل الآخر مليئا بالضغينة والكرهية نحوك 98- فلن تتمكن من إقناعه بكل ما في الكون من حقائق 99- فليعلم هذا الأباء اللائم والأزواج المنتقدون 99- والرؤساء المسيطرون 99- ولكي يستطيع هؤلاء الوصول إلى أغراضهم عليهم أن يصبحوا لطفاء وواددينة 99- قال لينكون منذ مئة عام مضت 99- هناك مثل قديم يقول 99- إن قطرة من العسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيد برميل من العلقم 99- والأمر كذلك بالنسبة للناس 99- فإن أردت أن تكسب الشخصا إلى جانبك 99- فاقنعه أولا أنك صديقه المخلص 99- فهذه قطرة من العسل تجذب قلبه إليك 99- وتفتح لك الطريقة إلى قلبه 99- هل تضركون السر الذي جعل من دانيال ويستر 99- واحدا من ألمعي وأنجح المحامين الذي عرفهم العالم 99- كان يستخدم في أقوى مرافعاته عبرات ودية 99- مثل 100- هل لكم يا خضرات المحلفين أن تقدروا 100- وهذا ربما يستحق التفكير أيها السادة 100- وإليكم بعض الحقائق التي أعتقد أنها لا تخفى عليكم 100- وأنتم بما لكم من معرفة حق بالطبيعة البشرية 100- فلا تحدي ولا إكراه ولا محاولة لفرد رأيه 100- ربما لن تستدعي من أجل حل إضراب أو المرافع أمام المحكمة 100- لكن ربما رغبت في تخفيض إيجار منزلك 100- فهل يفيدك الإسلوب الودي؟ 100- لنرى ذلك 100- رغب السيد ويب أن يخفض إيجار منزله 100- وكان يعلم أن المالك عنيد ومع ذلك نجح في ذلك 100- فكيف؟ 100- يقول ويب أخبرت المالك على خلاف الحقيقة 100- برغبة في ترك منزلي بمجرد انتهاء عقد الإيجار 100- أردت من وراء ذلك التمهيد لطلب خفض الإيجار 100- لكن الوضع بدى مستعصيا 100- فقد حاول ذلك الكثيرون من المستاجرين قبلي وفشلوا 100- لكنني قلت في نفسي إنني أتعلم برنامجا في فن معاملة الناس 100- فلماذا لا أجرب ذلك معه وأرى ما يحدث 100- فور تسليم المالك الخطاب حضر إلي ومعه سكرتيره 100- فقابلته على الباب بتحية حرة وترحيب بالغ 100- مصحوب ببسمة مشرقة 100- ولم أستهل حديثي عن الإيجار المرتفع 100- بل أبديت إعجابي بالمنزل 100- والحق أنني كنت مسرفا في سنائي صادقا في امتداحي 100- ثم أظهرت له إعجابي بطريقته في إدارة أملاكه 100- وأخبرته عن رغبتي في البقاء في منزلي عام آخر 100- وأن مقدرة المالية تحيل دون ذلك 100- ولم يعهد المالك هذا لاستقبال الحار من مستأجر آخر 100- لذا وجدته يطلعني على متعبه من المستأجرين 100- ثم قال 100- كم يسعدني أن أجد مستأجرا راضيا مسالما مثلك 100- ودن أن أطلب منه شيئا خفض الرجل إيجاري إلى الحد الذي أريده 100- وفيما هو يغادر منزلي 100- التفت إلي وسألني 100- أمن دهانات أستطيع أن أزين بها منزلك؟ 100- فلو أنني حاولت أن أخفض الإيجار بالطرق التي اتبعها الآخرون 100- فإنني بكل تأكيد كنت سأفشل مثلهم 100- ولكنني حصلت على ما أريد 100- بفضل الحديث الودي والثنائي والتقدير 100- أذكر على الدوام ما قاله لينكون 100- قطرة واحدة من العسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيد برميل من العلقم 100- فإذا رغبت أن تكسب الناس إلى وجهة نظرك فاتبع تلك القاعدة 100- توسل بالرفق واللين وترك الغضب والعنف 9- الفصل الثالث طريقة سقرات مهم جدا أن نبدأ الحوار من الناحية الإيجابية فتجنب نقطة الاختلاف مع الطرف الآخر 10- وحاول التأكيد على الأشياء التي تتفق معه عليها 11- اجعله يشعر أنكم تسعيان إلى نتيجة واحدة 12- وأن الفارق بينكم يكمن في الوسيلة وليس الهدف 12- اجعله يظل يقول نعم منذ البداية 13- واجعله مستطاة يتجنب قول لا 13- في كتابه التأثير في الطبيعة الإنسانية يقول 14- إن كلمة لا هي ماضلة يصعب التغلب عليها 14- فحين يقول الشخص لا لا يترجع عنها 15- بل يظل مصرا عليها 15- وحتى لو شعر فيما بعد أن لا هي الجواب الخاطئ 16- لأن كبرياءه يمنعه عن الاستسلام للرأي الآخر 16- فالمتحدث البارع يحصل منذ البداية على أكبر عدد من الأجوبة الإيجابية 17- فهو بذلك يوجه ذهن الرجل وجهة إيجابية يصعب عليه التخلي عنها 18- تماما كحركة كرة البلياردو حين توجهها إلى جهة ما 19- يصعب بعد ذلك أن تحيد بيها عنها 19- لفظة لا تعني عند الإنسان أكثر من كونها مؤلفة من حرفين 20- فجسده بكامله بغدده وأعصابه وعضلاته 21- تتحفز حينئذ لتناصره في اتجاهه إلى الرفض 21- لكنه يكون على النقيد إذا قال نعم 22- لم يكلفه ذلك أي نشاط جسدي 23- فكلما استطعنا الحصول على أجوبة إيجابية منذ البداية 24- كلما ازداد نجاحنا في استقطاب الانتباه نحو هدفنا 24- إن استخدام الوسيلة الإيجابية جعلت السيد جيمس إيبرسون 25- الموظفة ببنك جرينيتش بنيويورك 26- يحتفظ بعميل رفيع المستوى كاد البنك أن يفقده 26- يقول السيد إيبرسون 27- جاء هذا الرجل لفتح حساب فأعطيته طلبا لملئه 28- فأجاب عن بعض الأسئلة راضيا 29- ولكنه رفض أن يجيب عن بعضها الآخر 29- وأصر على الرفض 30- وقبل أن أبدأ بدراسة العلاقات الإنسانية 30- كنت سأقول لهذا العميل 30- إنك إذا رفضت ملء هذه البيانات 31- فسوف يرفض البنك أن يفتح لك حسابا 31- ومن الطبيعي أن مثل هذا القول 31- كان يشعرني بالزهو والارتياح 32- لأنني أخبرت هذا الرجل بأنظمة العمل بالبنك 33- والتي لا يمكن خرقها 34- لكن هذا التصرف لن يقابل من جانب هذا العميل 34- الذي أتى إلينا ليضع ماله بالارتياح والسرور 35- لقد قررت في ذلك الصباح أن أستخدم القليل من التعقل والتدبر 36- ونويت أن لا أشير إلى ما يريده البنك 37- بل إلى ما يريده العميل 38- وفوق ذلك قررت منذ البداية أن أدعى العليل يجيب بنعم 39- فوافقته الرأي وأخبرته أن المعلومات التي يرفض إعطاءنا إياها ليست ضرورية 39- ولكن قلت له لنفترض أنه كان لك رصيد في هذا البنك 40- أفلا تريد أن يحول مالك إلى أقاربك 40- فأجاب الرجل 41- بالطبع نعم 42- فقلت له ألا تعتقد أنه من الأفضل إعطاءنا اسم هذا الذي تقول إليه أموالك 42- نعم 43- فلما أدرك الرجل من وراء أسئلتي أننا نبغي هذه المعلومات لمصلحته هو 44- انطلق من نفسه يزودني بكل البيانات عن نفسه 44- بل زاد على ذلك فقم بفتح حساب باسم والدته المستفيدة من أمواله 45- وأجاب عن كل الأسئلة المتعلقة بوالدته عن طيب خاطر 45- لقد وجدت أنه من خلال استدراجه لقول نعم منذ البداية 46- أنه نسى أوجه الخلاف بيننا 46- وأن أخصل على المعلومات التي أريدها دون أن يجد في ذلك جرحا لكبرياءه 47- كان سقراط عبقريا برغم أنه كان يمشي حافي القدمين 48- وبرغم أنه تذوج من فتاة عمرها 19 عاما 49- في حين كان عمره 40 دميم الخلق وأصلع 49- ذلك لأنه فعل شيئا لم يستطع أحد من قبله أن يفعله 49- لقد غير مجرى تفكير الإنسانية 50- وبعد انقضاء 23 قرن على وفاته 51- ما زال سقراط يعد من أحكم الفلاسفة وأبرع المناطق 51- الذين عرفهم هذا العالم المتشابك 51- فماذا كانت طريقته في الإقناع؟ 51- هل كان يخبر الناس أنهم مخطئون؟ 52- كلا ليس سقراط من يفعل ذلك 52- وطريقته التي تدعى الآن طريقة سقراط 53- تعتمد على استدراج الشخص الآخر لقول نعم 53- فكان يسأل أسئلة تجعل مناظره يتفق معه في الرأي 54- ويظل سقراط يكسب الجواب تلق الجواب 55- حتى يجد مناظره نفسه قد انتهى إلى مبدأ 55- كان ينكره منذ دقائق مضت 56- في المرة القادمة 56- حين تريد أن تتظاهر بالذكاء 57- وتخبر الشخص الآخر أنه على خطأ 57- لتتذكر سقراط الحافي القدمين 58- واسأل محدثك أسئلة تحصل من ورائها على الإجابة بنعم 58- لدى الصينيين قول مأثور يزخر بحكمة الشرق 59- من يمشي هونا يمشي دهرا 59- قال الصينيون هذا القول 60- بعد أن ظل خمسة ألاف عام يدرسون الطبيعة البشرية 60- فإذا أردت أن تجذب الناس إلى وجهة نظرك 61- فاتبع هذه القاعدة 61- اسأل أسئلة تحصل من ورائها على الإجابة بنعم 61- الفصل الرابع 62- كيف تحصل على روح التعاون 63- ألست تتباهى بالأراء التي تتوصل إليها بنفسك أكثر من تلك التي تقدم إليك في إطار مذهب جميل؟ 64- إذا كنت هكذا فلماذا تفرض أراءك على الآخرين؟ 63- أليس من الأفضل أن تقدم المقترحات وتترك الآخرين يفكرون بالنتائج بأنفسهم؟ 64- وذد السيد أدولف سيتلز من فيلاديلفيا نفسه ذات يوم 65- مضطرا إلى بث روح الحماس في مجموعة من عماله 65- كاد الياس أن يقضي على نشاطهم 65- فاكتمع بهم وسألهم عما يريدون منه أن يحققه لهم 66- وأثناء الحديث كتب أفكارهم على لوح 67- ثم قال لهم حسنا سأعطيكم جميعا ما تتوقعونه مني 67- والآن أريد منكم أن تخبروني ما ستقدمون لي نظير ذلك 68- جاءت الأجوبة سريعة 69- الإخلاص والأمانة والنشاط في العمل والتفاؤل والتعاون المثمر 69- وثماني ساعات من العمل اليومي 69- حتى إن رجلا تطوع للعمل 14 ساعة في اليوم 69- وينتهي الاجتماع بعد أن امتلأ الصدر العمال 70- بروح الأمل والحماس والنشاط 71- وكانت النتيجة أن زاد الإنتاج بدرجة ملموسة 71- قال لي سيد ساتلز 72- لقد عقدت بيني وبين العمال صفقة متوازنة 72- فطالما أنا قائم على تنفيذ نصيب من الصفقة 73- فهم كذلك قائمون بنصيبهم 74- وسؤالي لهم عن أمانيهم ورغباتهم 74- فكانت الإشارة التي جعلتهم يعملون في قوة ونشاط 74- عندما كان سيودر روسفيلت تحاكما لنيورك 75- قام بعمل فذ 75- إذ بقي على علاقة وثيقة مع رؤساء حزبه 76- ومع ذلك دفعهم لتحقيق إصلاحات 77- كان زعماء الحزب يرفضون إجراءها 77- فكيف فعل ذلك 77- قال روسفيلت 78- كانت إذا خلت وظيفة هامة 78- دعوت زعماء الحزب لتقديم مقترحاتهم 79- فكانوا يقترحون في البدء 79- رجلا منكسرا من أنصار الحزب 79- فأخبرهم أن تعيين مثل هذا الرجل ليس من الذكاء في شيء 80- طالما لن يرضى الناس عنه 80- وعندئذ يقترحون علي رجلا آخر لم يكن هناك شيء ضده 81- ولكنه ليس الأصلح للمنصب 82- فأرفضوا موضحا أن هذا الرجل لن يحقق ما يطمح إليه الشعب 82- ويأتي اقتراحهم الثالث برجل مناسب تقريبا 83- ولكنه ليس أفضل الناس 84- فأسألهم في كياسة أن يحاولوا مرة أخرى 84- فيأتي اقتراحهم الرابع مقبولا 85- ذلك لأنهم يرشحون في هذه المرة 85- الرجل الذي كنت اخترته بنفسي 86- فأعبر لهم عن شكر العميق لمساعدتهم 86- وأعين ذلك الرجل 87- وأرجع الفضل في ذلك إليهم لاختيارهم الرجل المناسب 87- تذكر إلى أي حد كان روزفيلت يذهب في سبيل مشاورة الشخص الآخر 88- وإظهار الاحترام لنصيحته 88- وحين يشغل المنصب بالشخص المختار 89- كان يشعر رؤسائه بأنهم أصحاب الفضل في هذا الاختيار 89- وأن الفكرة هي فكرتهم 89- كان الكولونيل إدوارد هاوس 90- يتمتع بنفوذ عظيم في الشؤون الداخلية والدولية 90- معا في عاد الرئيس ويدرو ويلسون 90- فقد كان الرئيس يستمع دائما لنصح الكولونيل هاوس 91- أكثر مما يستمع لأعضاء حكومته 91- فماذا كان يفعل الكولونيل ليؤثر في الرئيس 91- قال هاوس 91- بعد أن عرفت الرئيس عن قرب 92- وجدت أن أفضل الطرق لإيصال فكرة إلى ذهنه 92- هي أن ألمح بهذه الفكرة بصورة عابرة 93- على أن أصغها بحيث تلفت نظره 93- أو بحيث تستدرجه إلى التفكير فيها 94- وكأنها من أفكاري هو 94- وقد وصلت إلى هذه الحقيقة 95- عن طريق المصادفة أولى الأمر 95- كنت أزور الرئيس في منزله 95- فنصحته صراحة باتباع سياسة معينة 96- ولكنه رفض 96- ثم بعد بضعة أيام 97- ونحن نتناول العشاء معا 97- أعجبت إذ رأيته يردد اقتراحي السابق 97- كما لو كان من أفكاره 97- فهل قطعه هاوس وقال له 98- هذه ليست فكرتك 99- إنها فكرة 99- كلا 99- بل كان هاوس أكثر فطنة من هذا 99- فإنه لم يكن يهتم إلى أيهما 99- ينسب الفضل بقدر اهتمامه 99- بأن تنفذ فكرته 99- بل إنه فعل أكثر من هذا 99- فقد أرجع الفضل لابتداع هذه الفكرة 99- جهرا للرئيس ويلسون 99- فاعلم أن الناس الذين تقابلهم من نوعية كنوعية ويلسون 99- فاستخدم معهم خطة الكولونيل هاوس 99- وهكذا إذا أردت أن تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك 99- فعليك بهذه القاعدة 99- ضع الشخص الآخر يشعر أن الفكرة هي فكرة 99- منذ 25 قرن 99- قال أحد حكماء الصين واسمه لوني حكمة بلغة 99- في إمكان قراء هذا الكتاب أن يطبقوها في عصرنا هذا 99- ويحصل على أفضل النتائج 99- الرجل العاقل هو الذي إذا أراد أن يعلو على الناس 99- وضع نفسه أسفلهم 100- وإذا شاء أن يكون في مقدمتهم 100- جعل نفسه خلفهم 100- ألا تنظر إلى البحار والأنهار 100- كيف يصب فيها المياه من مئات الترع والجداول 100- التي تعلوها 11- الفصل الخامس 100- نداء يستحوذ على الجميع 100- نشأت على مقربة من بلدة اللص الشريف جيسي جيمس 100- الذي بلغت شهرته عنانا السماء 100- كنت أزر مزرعته وألتقي بابنه 100- وأستمع إلى قصص جهاد جيمس في سبيل الفقراء من زوجته 100- وروت لي أنه كان يواجه القتل خلال سطوه على القطارات والبنوك 100- لكي يعطي المال المسروقة للمزارعين الفقراء ليسددوا ديونهم 100- بالطبع جيسي جيمس كان يؤمن بأنه إنسان مثالي نبيل 100- مثله مثل شولتز وكرولي ذو المسدسين وآل كابوني من بعده بيجي لينا 100- الأمر لا يختلف مع من تراهم في حياتك اليومية 100- حتى الذي تراه في المرآة كل صباح يحمل لنفسه تقديرا كبيرا 100- ويرغب في أن يكون لطيفا غير أنني 100- فإذا أردت أن تغير من طباع الناس فيجب عليك أن تتوسل إلى الدوافع النبيلة في نفوسهم 100- وليس هذا بالأمر العسير دعنا نرى ذلك 100- كان هاملتون فارل صاحب شركة فارل ميشستشل في جولندول بولاية بنزلفانيا 100- يعاني من مستأجر مزعج يهدده باستمرار بإخلاء مسكنه 100- وقبل مضي أربعة شهور على نهاية العقد 100- أنظر هذا المستأجر ميستر فارل بأنه سيترك مسكنه بصرف النظر عن العقد المبرم بينهما 100- روى فارل قصته أمام الطلبة في معهدي قائلا 100- قد هذا الرجل في منزلي فصل الشتاء بأكمله 100- ذلك الفصل الذي يزداد فيه الطلب على الشقق 100- وبالطبع إذا ترك المستأجر المنزل 100- كان من الصعب تأجير الشقة قبل حلول الشتاء التالي 100- مما سيؤدي إلى خسارتي مبلغ 250 دولار 100- ولذلك كانت تهديداته تؤثر غيظي 100- ولو كنت في الأحوال العادية 100- كنت سأطالب المستأجر بدفع قيمة الإيجار كاملا 100- وفقا لشروط العقد المبرم بيننا 100- ولكني فضلت أن أحاول معه بوسيلة أخرى 100- فذهبت إليه ودار بيننا الحوار التالي 100- حتى الآن لا أصدق يا سيد دو أنك تنوي الرحيل من الشقة 100- فمن خلال خبرتي في تأجيل المنازل 100- تعلمت شيئا عن الطبيعة البشرية 100- فأنت رجل ذو كلمة 100- وما زلت عند حسن ظني بذلك 100- ولذلك أعرض تأجيل قرارك بضعة أيام 100- لتعيد التفكير في الأمر 100- فإذا استقريت على الانتقال في أول الشهر المقبل 100- حين يستحق الإيجار 100- فإني أعيدك أن أتنازل عن حقوقي كفة 100- وأسلم في قرارتي نفسي بأنني كنت مخطئا في ظني 100- لكنني ما زلت أعتقد أنك رجل ذو كلمة 100- وستبقى على عهدك 100- فقبل كل شيء فنحن إما بشر أو قرود 100- والخير عادة متروك لنا 100- وعند حلولي مطلع الشهر 100- أتى الرجل ودفع الإيجار 100- ثم أخبرني بأنه تحدث بالأمر مع زوجته 100- وقرر أن يبقى لأنه أكرم لهما وأشرف 100- أن يوفي بتعاهداته مالي 100- نشرت صحيفة صورة للورد نورسكليف 100- لم يكن يرغب في نشفها 100- فبعث برسالة إلى رئيس التحرير قال فيها 100- أرجو أن لا تنشروا صورتي هذه مرة أخرى 100- فأمي لا ترد بذلك 100- وكان سيكليف يعزف برسالته على وطر حساس 100- في قلوب جميع البشر 100- هو حب الأبناء للأمهات 100- نشد أيضا جون روكفلر الدوافع النبيلة 100- في قلوب المصورين الصحفيين 100- عندما أرد منعهم عن التقاط صور لأطفاله 100- فقال لهم 100- إنكم تعلمون أنه ليس من صالح الأطفال أن يكسبوا شهرة واسعة 100- عندما بدأ سيروس كيرتس الصحفي الذي نشأ فقيرا 100- وانتهى به الحال إلى مالك صحيفتي 100- ستار دي إيفنينج بوست 100- وليديز هوم جورنال 100- حين بدأ عمله 100- لم يكن يستطيع استقطاب كتاب الدرجة الأولى 100- كي يكتبوا له 100- فنشد الدوافع النبيلة لديهم 100- فمثلا أقنع لويزا ماي ألكوت 100- وهي في قمة شهرتها بأن تكتب له 100- حين تبرع بمئات دولار للجمعية الخيرية التي كانت تشرف عليها 100- لعل متشككا يقول 100- قد يغضي هذا مع روائية عاطفية مثل لويزا أو روكفلر أو نورثيكلاف 100- لكنني أود أن أراه يفيد مع أولئك الرجال ذوي القلوب الغليظة 100- الذين أحصل منهم على الأجور كل شهر 100- قد تكون محقا 100- فما يسري على بعض الناس لا يسري بالضرورة على كل الناس 100- فإذا كنت مقتنعا بالنتائج التي تحصل عليها 100- فلا داعي أن تغيرها 100- وإذا لم تكن راضيا فلماذا لا نجرب 100- على أي حال دعنا نستمع إلى جيمس توماس 100- أحد تلاميذ السابقين 100- وهو يروي قصته الضريفة هذه 100- ستة من عملاء إحدى شركات السيارات 100- ادعوا أن الشركة لم تفي بتعاهداتها معهم 100- وامتنعوا عن سداد المبالغ المستحقة عليهم 100- في الوقت الذي كان كل منهم قد أقر بحصوله على حقه كاملا 100- وكانت الشركة تعرف أنها على حق 100- وكانت أولى أخطائها أنها أطلعت زبائنها على ذلك 100- موظف قسم الحسابات بتلك الشركة لتحصيل المبالغ المتأخرة 100- اتبعوا تلك الخطوات 101- ذهبوا إلى كل زبون وأخبروه بأنهم حضروا لتحصيل المبالغ التي فات موعد سدادها 102- أوضحوا أن الشركة على حق تماما ومعنى ذلك أن الزبون هو المغطئ 103- صرحوا بأن الشركة تعلم عن السيارات أكثر منهم وكانت النتيجة أنهم خاضوا في نقاش عميق 103- وفي هذه المرحلة كان المدير المالي على وشك أن يحيل الأمر إلى القضاء للفصل فيه 104- لو لا أن تنبه المدير للأمر قبل فوات الأوان 105- وبحث أمر هؤلاء العملاء فاكتشف أنهم من أفضل الزبائن 105- فلابد إذن أن في الأمر شيئا 106- فاستدعاني وطلب مني أن أحصل تلك المبالغ المتأخرة 107- وهذه هي الخطوات التي اتخذتها 107- ذهبت لكل زبون لم أتطرقت إلى الموضوع الذي أتيت من أجله 118- بلكنت أخبره أنني جئت لإعادة العلاقة بالشركة إلى ما كانت علي 129- بعد سماعي قصة الزبون لم أبدي رأيا وأخبرته أنه ليس للشركة أي الدعاء أنها محقة 139- ثم أخبرته أن اهتمامي موجه إلى السيارة التي اشتراها أولا 141- وأنه يعرف عنها أكثر من أي شخص آخر 152- فهي سيارة 153- تركته يتحدث وأستمع إليه باهتمام وأظهر عطفا وتقديرا على وجهة نظره 164- أخيرا حين يصبح الزبون في مزاج هادئ 165- أتوسر إلى الدوافع النبيلة في نفسه 176- فأقول إن سوء التفاهم الذي حدث بينه وبين موظف الشركة أمر يؤسف له 177- وما كان ينبغي أن يحدث ذلك 177- ثم أبادر بالاعتذار إليه نيابة عن الشركة 188- وأبادره بالقول 189- أود أن أطلب منك القيمة بشيء من أجلي 189- ها هي فتورتك 199- سأتركها لك تفعل فيها ما شئت 209- كأنك رئيس الشركة 209- وسأرض بما تتوصل إليه أيا كان 209- وهكذا سدد الزبائن الستة حسابهم 211- إلا واحد رفض أن يدفع سنتا 211- لكن الخمسة الآخرين دفعوا كافة المبالغ المتأخرة 211- ولم يكد يمضي عمان حتى كنا نسلمهم سيارات جديدة 222- والخلصة من هذه القصة هي 222- أن الناس شرفاء ويرغبون بالقيام بتعاهداتهم 233- وقليلون منهم يخرجوا عن هذه القاعدة 244- واعتقد أن الشخص الذي يميل إلى الخداع 255- إذا أنت عملته على اعتبار 265- أنه منصف مخلص سيتصرف بحسن نية 265- وهكذا إذا أردت أن تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك 276- فمن الأفضل أن تتبع هذه القاعدة 287- توسل إلى الدوافع النبيلة 297- كيف تنتقد وتسلم من الكراهية 308- أثناء جولة شارلس شواب بأحد مصانع الصلب 309- شهد بعض مستخدميه يدخنون 309- وفوق رؤوسهم مباشرة 309- علقت لافتة تقول ممنوع التدخين 309- فهل لفت انتباههم 3110- وقال ألا تعرفون القراءة؟ 3110- كلا ليس شواب من يفعل ذلك 3110- بل سرى نحوهم وأعطى كل منهم سجارا قائلا 3210- سأقدر لكم صنيعكم لو دخنتم هذا السجار في الخارج 3310- عندئذ أدركوا مغزى كلامه 3410- وقدروا له حسن معاملته لأنه لم يعنفهم 3510- فهل يمكنك تجنب حب رجل هكذا؟ 3510- جون وانا ميكر اتبعت طريقة ذاتها 3610- فقد اعتدى يوميا التجول في مدجره الضغم في فلادلفيا 3710- وفي إحدى المرات لفت انتباهه زبون ينتظر صابرا دون أن يعيره أحد الباع اهتماما 3810- فأين كان الباع؟ 3910- كانوا يتشققون الأحاديث والقفشات المضحكة 3910- لم ينطق وانا ميكر ببت شفة 4010- لكنه تسلل في هدوء إلى موراء الحاجز 4010- ولب طلب الزبون بنفسه 4110- ثم سلم المشتريات لأحد الباع على الليلفها وانصرف 4110- في شهر مايو عام 1887 4210- توفي الخطيب المفوه هنري وارد بيتشر 4210- وفي يوم الأحد التالي دعي ليمن أبوت للتحدث من على المنبر 4310- الذي ظل صامتا برحيل بيتشر 4410- وفيما هو يستعد لبدل ما يستطيع لأن تأتي خطبته أروع ما تكون 4410- أخذ يكتب ويعيد كتابة خطبته باهتمام 4510- بعد ذلك قرأها على زوجته 4510- فكانت هزيلة مثل سائر الخطب 4610- ولو كانت زوجته أقل حكمة لقالت 4710- ما هذا يا ليمن إنها هزيلة 4810- إنها ستجعل الناس يشعرون بالنعاس 4910- كان ينبغي لك أن تكون خيرا من هذا 4910- بعد كل السنوات التي أنضيتها في ممارسة الخطابة 5010- فإكراما للسماء 5010- لما لا تتحدث كإنسان 5110- لما لا تتصرف بشكل طبيعي 5210- إنك تسيء إلى نفسك أبلغ إساءة إذا ما قرأت هذه الخطبة 5210- هذا ما كانت تقول ولو فعلت فأنت تعرف ما يمكن أن يحدث 5310- وهي تعلم ذلك أيضا 5310- ولهذا لم تقل له سوى إنها تلاحظ أنها تنفع 5410- لتكون مقالة في صحيفة نورث أمريكان ريفيو 5510- بمعنى آخر امتبحت الخطبة 5510- واقترحت في الوقت ذاته أنها لا تفيدك خطبة 5610- وأدرك ليمان وجهة نظرها 5710- فقام بتمزيق الخطبة 5710- وارتجل خطبته فجاءت آية في الروعة والبلغة 5810- وهكذا فإذا أردت أن تملك زمام الناس دون أن تسيئ إليهم 5910- أو تثير استياءهم إليك هذه القاعدة 5910- الفت النظر إلى الأخطاء بشكل غير مباشر 13- الفصل الثاني من منا بلا خطيئة 5910- كان عمرها 19 عاماً عندما غادرت ابنة عم جوزيفين كارنيجي منزلها في كانسس واستقرت في نيويورك حيث سكرتيرة الخاصة 6010- وقتها كانت خبرتها العملية تقارب إلى العدم أما اليوم فهي تعد من أفضل السكرتيرات 6010- ذات يوم كنت أن أنتقدها لكنني تراجعت وقلت في نفسي مهلاً يا ديل كارنيجي إن عمرك هو ضعف عمر جوزيفين خبرتك أضعاف أضعاف خبرتها فكيف تتوقع منها أن تكون لديها وجهة نظرك وحكمتك ومقدرتك التي ربما تكون عادية تمهى اللحظة يا ديل ماذا كنت تعمل وأنت في مثلي سنها تذكرت ما فعلت من أخطاء فادحة وبعد تفكير عميق وحيدي توصلت إلى أن جوزيفين أفضل مني حين كنت في التسعة عشرة من عمري ولم يكن هذا للأسف من قبيل المجاملة ومن هذا المنطلق كنت كلما أردت لفت انتباه جوزيفين إلى خطأ ما أقول لقد ارتكبت يا جوزيف خطأ لكن الله يعلم أنه ليس أسوأ من الخطأ الذي كنت أرتكبه حين كنت في مثل عمرك إنني أشعر بالحزن لقيامي بأشياء سخيفة حمقاء حتى إنني فقدت الرغبة في انتقادك أنت أو سواكي ولكن ألا ترين أنه من الحكمة لو فعلت كذا وكذا؟ من السهل أن تستمع إلى من ينتقدك ويذكر أخطائك إذن بدأ المنتقد بالاعتراف أنه ليس معصوما من الأخطاء وقد تعلم الأمير فون بولو هذه الحقيقة في عام 1909 في عهد غيليوم المغرور آخر أباطرة ألمانيا تولى فون بولو رئاسة الحكومة الألمانية وكان يبني جيشا وأسطولا بحريا ليكون له ثقله في العالم في هذه الأثناء كان الإمبراتور ضيفا على إنجلترا وأدل بتصريحات علنية أدت إلى سلسلة من الأزمات في القارة الأوروبية كان لها دوي في جميع أنحاء العالم خاصة أنه أعطى إذنه الإمبراتوري بنشر تلك التصريحات في صحيفة الديلي تيليجراف في هذه التصريحات أعلن أنه الألماني الوحيد الذي يشعر بالود اتجاه الإنجليز وأنه يبني أسطولا لمحاربة اليابان وأنه أنقذ إنجلترا من السقوط على أيدي فرنسا وروسيا وأن خطته هي التي مكنت لورد زيوريتس من أن يتغلب على البوير في جانيوب أفريقيا إلى آخره لم يكن سابقه أحد من ملوك أوروبا في الإدلاء بمثل هذه التصريحات وقت السلم فاشتعلت الدول الأوروبية غضبا والتهبت إنجلترا وتعجب لذلك الساسة الألمانة ووسط هذه الأجواء الساخنة اقترح على الأمير فونبولو أن يعترف بمسؤوليته عن تلك التصريحات وأنه هو من نصح الملك بذلك واحتج فونبولو قائلا ولكن يا مولاي لن يصدق أحد في ألمانيا أو إنجلترا أنني يمكنني أن أعزي لجلالتك بقول بس لهذه الأشياء أحز فونبولو بأنه ارتكب خطأا فادحا عندما تعجل في الرد على الإمبراطور الذي ثار قائلا أتعتبرني إذا حمارا يرتكب أخطاء لا يمكن لك أن ترتكبها عندئذ أدرك فونبولو أنه كان يجب أن يمتدح الإمبراطور قبل أن ينتقده ولما كان هذا قد فات أوانو فقد قام بعمل أفضل من ذلك أخذ يمتدح المالك بعدما انتقده وقد فعل ذلك فعل السحر أجاب بإجلال وتوقير لا أقصد ذلك أبدا فجلالتكم تفوقوني في نواحي كثيرة ليس فقط من الناحية العسكرية والبحرية بل في العلوم الطبيعية فقد استمعت إليك بإعجاب حين شرحت جهاز الضغط الجوي البارومتر والتلغراف اللاسلكي وأشعة رونتجين فأنا للأسف أجهل كل ذلك فليس لدي أدنى فكرة عن الكيمياء أو الطبيعة بل أنا عاجز عن تفسير أبسط الظواهر الطبيعية ولكن تبع فونبولو حديثه عوضا عن ذلك لدي معرفة تاريخية وربما ببعض صفات تنفع في ممارسة السياسة وخاصة أن حياة الدبلوماسية عندئذ أشرق وجه الإمبراتور من جديد فقد امتدحه فونبولو بل إنه رفع من قدره وكان هو متواضعا وهكذا كان في وساء القيصر أن يعفو عن أي شيء مقابل ذلك فقال في حماس ألم أقل لك دائما إننا نكمل بعضنا يجب أن نقف دائما جنبا إلى جنب وسنقف ثم صفح يد فونبولو لا مرة واحدة بل عدة مرات وظل متقد الحماس طوال يومه حتى إنه رفع قبضته مهددا إذا قال لي أحد أي شيء ضد الأمير فونبولو سوف أصحك أنفه فإذا كانت بضعة عبارات من التواضع وامتدح الشخص الآخر يمكن أن تغير الإمبراتور المهان إلى صديق حميم فتخيل ما يمكن أن يفعل التواضع والمديح لنا في علاقاتنا اليومية وهكذا لكي تغير الناس دون أن تسيئ إليهم أو تستثير عنادهم إليك بهذه القاعدة تحدث عن أخطائك أولا قبل أن تنتقد الشخص الآخر خلال عشاء مع الآن سائدة تارل رائدة المترجمين الأمريكيين كنت قد انتظرته طويلا أخبرتها أنني أؤلف كتاب كيف تكسب الأصدقاء ودر بيننا حوار حول موضوع اكتساب الأصدقاء قالت لي إنها عندما كانت تكتب سيرة أوين يونج التقت برجل أنضام مع يونج ثلاث سنوات هذا الرجل أكد لي أن أوين يونج لم يأمر أحد طيلة الفترة التي قضاها معه وكان يكتفي بطرحي مقترحات فعندما كان يبغي شيئا لم يقل افعل هذا أو ذاك أو لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك بل كان يقول دائما هل لك في أن تفعل هذا أو هل تعتقد أن ذلك يفيد وكان دائما يقول لسكرتيره بعد إملاء رسالة ما قولكم بها وكان إذا رجع رسالة كتبها أحد معاوني قال له أليس من الأفضل لو أضفنا إليها هذه العبارة فكان دائما يعطي الشخص الآخر فرصة القيام بالأشياء بنفسه هذه الطريقة في معاملة الناس تجعلهم من السهل تصحيح أخطائهم دون خدش لكبريائهم ويمنحهم شعورا بالأهمية ويجعلهم متعاونين بدلا من العناد والثورة وهكذا فلكي تغير الناس دون أن تسيئ إليهم أو تستثير عنادهم إليك بهذه القاعدة قدم اقتراحات مهذبة بدلا من إصدار أوامر صارحة خمسة عشر الفصل الرابع دع الشخص الآخر يحتفظ بماء وجهه فن الإدارة فن قد لا يتوفر في أي إنسان لذا كانت شارلز شيتيمانز غير موفق في إدارة أحد الأقسام في شركة جينرال إليكتريك رغم عبقريته في الكهرباء وبرغم ذلك لم تجرؤ الشركة على انتقاذه أو مضايقته فهو لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال لذا منحته منصب المهندس الاستشاري للشركة ووكلت شؤون الإدارة إلى شخص آخر فكان سعيدا بذلك اللقب وكذلك كان المسؤولون في الشركة فقد تمكنوا من حل مشكلة دقيقة حسسة دون أي عصفة أما نحن فنعمد دائما إلى إذاء مشاعر الآخرين ننتقد الطفل علنا وأمام الآخرين دون إدراك الأذى الذي تصيب به كبرياءه بينما قليل من التراوي والتفكير وكلمة لصيفة أو كلمتان وتفاهما كامل لوجهة نظر الشخص الآخر يمكن أن تبعد الأذى والألم عنهم لنتذكر ذلك في المرة القادمة حين تواجهنا ضرورة حتمية كالاستغناء عن خادم أو إرشاد طفل كان للسيد وايت مورد مقدرة فذة للتوفيق بين سنين كل منهما يمسك بعنق الآخر كيف؟ كان يبدأ بنقل المتخاصمين إلى منطقة الاتفاق ويبحث عن الشيء الذي تتفق عليه وجهة نظريهما فيؤكدها ويزيدها وضوحا وجلاء ومهما كان نوع الخلاف لم يكن ليضع أي فرد في الجانب المخطئ والآخر في جانب الصواب وفي عام 1922 بعد قرون طويل من العداء قرر الأتراك طرد اليونانيين من الأراضي التركية وخطب مصطفى كمال في جنوده خطبة نابلونية قال فيها إن هدفكم هو البحر الأبيض المتوسط عندها اندلعت أشد الحروب دراوة في التاريخ الحديث وفاز الأتراك فيها وفيما كان القائدان اليونانيين تريكوبيس وديونيوس في طريقهم إلى مركز قيادة مصطفى كمال طالبين الاستسلام أخذ الأتراك يطلبون أن تنزل لعنة السماء على أعدائهم المنهزنين لكن أسلوب كمال كان متحررا من الانتصار فقال للقائدين وهو يصفحهما تفضل بالجلوس فلابد أنكما متعبا وحول أن يخفف من وطأة الهزيمة بقوله لهما ربما كانت حال منتصر في هذه الحرب أشد سؤال من حال المنهزم ففي أوجي الانتصار الباهر لم ينسى مصطفى كمال هذه القاعدة المهمة دع الرجل الآخر يحتفظ بماء وجهه ستة عشر الباب الرابع سبع طرق لجلب الطمأنينة والسعادة لك الفصل الأول اعرف نفسك وكن نفسك بعثت إلي السيدة أديث أولرد في مدينة مونت إيري بولايات كارولينا الشمالية رسالة تقول فيها في طفولتي كنت انطوائية أعاني الحساسية والخجل المفرطين واجنتي المملؤتان باللحم كانت تظهر أني بدينا أكثر مما أنا في الواقع وكانت والدتي تنتقد الملابس الضيقة ومن ثم كان السيابي كلها طويلة واسعة شعوري أنني مختلفة عن من هم في مثلي سني جعلني لأشارك الأطفال في حفلاتهم أو أنشطاتهم المختلفة اجتماعية كانت أو رياضية وقد بقيت على حالي حتى كبرت وتزوقت من رجل يكبرني سنا كانت عائلته تتسم بالاتزان والثقة بالنفس حاولوا كثيرا أن يخرجوني عن خجلي وتحفظي لكنني كنت أزداد تحفظا وعزلا وبمرور الأيام صرت أكثر عصبية سريعة التأثر يكفي صوت جرس الباب لأن يملأ قلبي رعبا وكنت أبذل قصار جهدي لكي أبدو مرحة مبتهجة حين أكون مع زوجي في مجتمع عام حتى لا يكتشف فشلي وكان شعوري بأنني أتظاهر بالسعادة يزيد في تعاستي وشقائي ولم أعد أرى في حياتي خيرا حتى أنني فكرت في الانتحار لكنني سمعت ملاحظة صدفة غيرت مجرى حياتي كلها كانت حماتي ذات يوم تتحدث عن تربيتها لأطفالها فقالت كنت دائما أصر على أن يصبح أبنائي على سجيتهم ويتماشى مع طبيعتهم هذه المقولة هي التي أثرت بي لقد عرفت أنني أصبحت تعسى لأنني وضعت نفسي في موضع غير مناسب لقد تغيرت حياتي بين عشية وضحاحة بدأت أنطلق على طبيعتي وأكتشف في شخصيتي نواحي القوة ونواحي الضعف كما أنني صرت أخطار من ألوان الثياب ما يناسبني ويسير موضة العصر واستطعت أن أكسب الأصدقاء والتحقت بجمعية نسائية صغيرة ولقد كان الهلع يصيبني كلما عهد إلي إلقاء كلمة ولكن التكرار أكسبني الشجاعة والثقة بالنفس لقد استغرق ذلك وقت طويلا لكن اليوم أشعر بالسعادة التي لم أحلم بها قط وما زلت أوصي أولادي بقولي كن نفسك مهما حدث الدكتور جيمس جوردون جالكي قال إن مشكلة الرغبة في الانطلاق على السجية قديمة قدم التاريخ وإلى القدرة على تنفيذ ذلك أو عدم القدرة يرجع إليها الإصابة بموظم الأمراض العصبية والنفسية والعقلية أنجلوب باتري الذي كتب ثلاثة عشر كتابا وألاف المقالات الصحفية في تربية الأطفال يقول ليس أتعسى من الذي يطوق ليكون شخصا آخر مختلفا عن الذي يؤهله له كيانه الجسماني والعقلية إن الرغبة لتكون شخصا مختلفا هو أمر شائع في هوليوود وقد قال لي ساموود المخرج السينمائي الشهير إنه يعاني أكبر العناء في إقناع الممثلين الناشئين أن يكونوا على سجيتهم فكل منهم يريد أن يكون روبرت تيلور من الدرجة الثانية أو كلارك جيبل من الدرجة الثالثة وكان يردد لهم دائما إن الجمهور قد مل هذا الأسلوب ويريد شيئا جديدا ثم أنهى ساموود حديثه لي بقوله لقد علمتني التجارب أنه لا خير في أناس يتشبهون بمن ليس بشبههم وقد سألت مؤخرا بول بوينتون مدير التوظيف في شركة سكوني فاوم عن أكبر خطأ يرتكبه طلاب العمل في شركته حيث إنه صاحب باع طويل في هذا المجل فقد قابل أكثر من ستين ألف طالب عمل وألف كتابا عنوانه ست طرق للحصول على عمل فأجبني إن أكبر خطأ يرتكبه طلاب العمل هو أنهم لا ينطلقون على سجياهم فبدلا من أن يتحدثوا بصراحة عن أفكارهم وأرائهم يحاولون أن يعطوك أجوبة يعتقدون أنك تريدها لكن ذلك لا يفيد لأن ما من أحد يريد عملة مزيفة وقد تعلمت هذا الدرس ابنة أحد السائقين ولكن بعد المرور بتجربة قاسية إذ كانت ترغب في أن تصبح مطربة شهيرة ولكن منظرها كان سبب في عدم تحقيق هذه الأمنية فقد كان لها فم واسع وأثنان بارزة وعنما حاولت أن تغني أمام الجمهور لأول مرة في أحد النوادي الليلية في نيوجيرسي حاولت أن تمت شفتها العليا لإخفاء أثنانها فضحك عليها الجمهور وأوشكت على الفشل لولا وجود أحد المخرجين السينمائيين في ذلك النادي لحظ أنها صاحبة موهبة فقال لها أنا أعرف تماما ما يدور بنفسك أنت ترغبين في إخفاء أثنانك البارزة أليس كذلك؟ لا تحاولي قط أن تخفي أثنانك فهل هي جريمة أن تكون أثنانك بارزة؟ افتحي فمك وسيعجب بك الجمهور وفضلا عن هذا فإن أثنانك هذه تميزك بطبع خاص قد تكون يوما سببا في شهرتك وقد عملت جاز ديلي بالنصيحة ونسيت بروز أثنانها وأصبحت تفتح فمها وتغني بملء شطقيها حتى صارت من ألمع نجوم الإذاعة والسينما وحاول كثير من المغنين فيما بعد تقليدها تحدث العالم النفساني وليام جيمز إذا نظرنا إلى أنفسنا وإلى ما يجب أن نكون عليه لكتشفنا أننا أنصاف أحياء فإننا لا نستخدم إلا جانبا بسيطا من قدراتنا الجسمية والذهنية وبمعنى آخر يعيش الإنسان من في حدود ضيقة يصطنعها داخل حدوده الحقيقية إنه يمتلك قوى كثيرة مختلفة ولكنه عادة لا يستخدمها لأنه إما أنه لا يفطن إليها أو يفشل في استخدامها إنك شيء فريد في هذا العالم فلم يخلق مثلك أبدا ولن يخلق مثلك تماما ثانيا ويخبرنا علم الوراثة أنك تكونت نتيجة لاتحادي 24 كروموزوم من والدك مع 24 كروموزوم من والدتك وقد اتحدت هذه الأزواج الأربعة والعشرون على توريثك الصفات التي تتميز بها يقول أمران شاينفيلد في كتابه أنت والوراثة إن كل كروموزوم يحمل جينات تعد بالمئات لكن واحدا من هذه الجينات في بعض الأحوال قادرة على تغيير حياة المرأة كن نفسك تلك هي النصيحة الحكيمة التي قالها الموسيقار أرفينغ بيرلين لزميله جورج جيريشوبين فعندما التقى بيرلين بجيريشبون كان الأول مشهورا وعلما من أعلام الموسيقى في حين كان الآخر ملحنا نشئا يعمل بأجر قدره 35 دولارا في الإسبوع وقد تأثر بيرلين بمواهب جيريشوين فعرض عليه أن يعمل عنده كسكرتير موسيقي بثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقضى ثم أدبع عرضه هذا بقوله ولكنني أنصحك أن لا تقبل فإن فعلت ذلك فستجعل من نفسك بيرلين ثانيا ولكن إذا أصررت أن تكون نفسك فتصبح يوما جورج جيريشوين الذي لا مثيل له ولقد فعل جيريشوين بهذه النصيحة وأصبح على مر الأيام من أشهر الملحنين الأمريكيين أنت شيء حديث في هذا العالم فكن سعيدا بذلك وعمل على الاستزادة مما وضعته فيك الطبيعة من صفات ومواهب قال إمرسون سوف يجيء الوقت الذي يدرك فيه المرء أن الحسد جهل وأن التشبه انتحار وأن علي أن يقبل نفسه على علاتها ويرد بيها كما قسمها الله له وأنه بالرغم من أن الأرض مليئة بالخيرات فلن تعطيه حبة من شعير ما لم يبذل الجهد والعرق في العناية بتلك الأرض التي تنبت الشعير فالقوة الكامنة بداخله هي سريدة في نوعها ولا أحد سوى يعلم كنهها ولن يستطيع هو أن يعرف حتى يجرب وهكذا من أجل تنمية أسلوب ذهني يعود علينا بالطمأنينة ويحررنا من القلق إليك بهذه القاعدة أعرف نفسك وكن نفسك ولا تحاول التشبه بغيرك سبعة عشر الفصل الثاني أتبيع ما تملك في مقابل بليون دولار علاقتي بهارول أبوت لعدة سنوات مضت فقد كان مديرا لبرامج محاضراتي زمنا طويلا التقيت به ذات يوم في مدينة كانسس واستقليت معه سيارته وخلال الطريق إلى مزرعتي في بلدة بيلتون سألته كيف يتجنب القلق فحك لي قصة مثيرة لن أنساها أبدا قال لي في أحد أيام الربيع من عام 1934 شهدت منظرا قضى على كل القلق الذي كنت أعانيه في ذلك الوقت لم يستغرق ذلك أكثر من عشر ثواني ولكنني تعلمت خلالها فن الحياة أكثر ما تعلمت في عشرة أعوام فمنذ عامين كنت مثقلا بالديون بعد أن خسر محل البقال الذي كنت أمتلكه في مدينة واب وبعد أن فقدت فيه جميع مدخراتي وظللت أكثر من سبعة أعوام أسدد ديوني قبل أسبوع من إغلاق المحل كنت أثير متجها إلى أحد البنوك لأقترد شيئا من المال يساعدني على الانتقال إلى مدينة كانسس للبحث عن عمل كنت أثير شارد العقل مملوءا باليأس فاقدا للشجاعة والثقة في النفس وفجأة رأيت رجلا مبتور الساقين يريد أن يعبر الطريق كان يجلس على عارضة خشبية مزودة بعجلات صغيرة ويصحف في الشارع بمساعدة قطع من الخشب يمسكها بيديه التقيت به بعدما عبر الشارع وبدأ يرفع نفسه ليصل إلى الرصيف وفيما هو يفعل ذلك التقت عينه بعيني فابتسم لي ابتسامة عريدة مشرقة قائلا عمت صباحا يا سيدي إنه يوم جميل أليس كذلك؟ وفيما أنا واقف أنظر إلي علمت كم أنا واسع الثراء فإن ليسا قيم وأستطيع السير بهما وشعرت بالخجل من نفسي وحدثت نفسي قائلا إن كان هذا الرجل سعيدا مرحا واثقا من نفسه برغم من فقده ليسا قي فأولى بي أن أكون كذلك فليسا قان وكنت أنوي أن أقترض من البنك مئة دولار لكنني الآن جاءتني الشجاعة فاقتردت مئتين وحصلت على العمل والآن ألصقت هذه الكلمات على المرآة حيث يمكنني أن أطالعها كل صباح شعرت بالقلق لأن لا حذاء لدي حتى التقيت في الشارع برجل لا سقيني لدي سألت يوما إيدي ريكينكر ما هو الدرس الذي تعلمه من خلال بقائه هو ورفاقه 21 يوما في قارب مططي تأيين في المحيط الهادي على غير هدى فقال إن أكبر درس تعلمته من تلك التجربة أنه طالما لديك الماء الذي تشرب والطعام الذي تطعم فلا يجب أن تشكو من شيء بعد ذلك نشرت مجلة تايم مقالا مؤثرا عن جندي أصيب بشظية في حنجرته في معركة جواد الكنال وبينما الجندي راقد على فراشه في المستشفى كتب لطبيبه يسأله هل سأعيش؟ فأجابه الطبيب نعم فعاد ليسأله وهل سأتكلم؟ فأجابه الطبيب ثانية نعم وهنا قال يا لي من أحمق فلماذا أقلق إذن؟ لما لا تتوقف الآن وتسأل نفسك؟ لماذا أنا قلق؟ فربما تكتشف أن ما يثير قلقك أدفه بكثير مما حدث لهذا الجندي إن 90% من أمور حياتنا يثير في طريقه الصحيح و10% فقط يخرج عن هذا الطريق فإذا رغبت أن تكون سعيدا فعليك بتركيز اهتمامك في هذه التسعين بالمئة من أمورك وتجاهل العشرة في المئة الأخرى أما إذا أردت أن تحول حياتك إلى جهنن في الأمر سهل فما عليك إلا أن تركز كل اهتمامك على تلك العشرة بالمئة إن كلمتي فكر واشكر مكتبتان في الكثير من الكنائس الإنجليزية وما أقدرنا أن نكتب ذلك في قلوبنا أيضا فكر واشكر فكر فيما أعطاه الله لك واشكره على هباته وعطيا كان جوناثان سوفت مؤلف رحلات جوليفر من أكثر الأدباء الإنجليز تشاؤما حتى إنه كان يرتدي ملابس الحداد في ذكرى ميلاده ومع ذلك فقد امتدح الفرحة والسعادة فقال إن أفضل الأطباء في العالم هم الغذاء السلام الانشراح وفي إمكاننا أنا وأنت أن نحصل على خدمات الطبيب الثالث الانشراح بغير مقابل لو أننا ركزنا اهتمامنا على السروات الوفيرة التي نمتلكها سروات تفوق قنوز علي بابا هل تبيع عينيك في مقابل بليون دولار؟ وماذا تأخذ مقابل ساقيك أو يديك أو سمعك أو أطفالك أو عائلتك؟ احسب سرواتك بندا بندا ثم اجمع هذه البنود وستجد أنها لا تقدر بمال المال الذي تمتلكه عائلات روكفلر وفورد ومورجان مجتمعة ولكن هل جميعنا نقدر هذا كله؟ كلا فإننا كما قال شوبينهاور من النادر أن نفكر فيما نملك بل إننا نفكر دائما فيما لا نملك وهذه هي مأساة العالم اليوم لقد أحالت هذه المأساة نفسها جون بانمر إلى حطام بشري وكادت أن تعصف بيته وأسرته قص علي جون بانمر وهو من أهالي مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي قصته فقال أعقب عودتي من الجيش أقنت لنفسي محلا وعملت فيه ليلا ونهرا وقد صارت الأمور على ما يرام لكن سرعان ما بدأت المتعب فلم أعد أستطيع الحصول على الخامات اللازمة لمنتجاتي فخشيت أن يتوقف عملي قلقت جدا حتى تحولت إلى رجل محطم سريع الغضب حتى شرفت على فقد بيتي الذي تظله السعادة وفي ذات يوم قال لي شاب من شوه الحرب كان يساعدني في العمل ألا تحجل من نفسك يا جون إنك تعتقد أنك الوحيد في العالم الذي تثقله الهموم وتشغله المتعب لنفترض أن عليك التوقف عن العمل لفترة فما الذي سيحدث؟ إنك تستطيع أن تبدأ من جديد متى أصبحت الأمور عادية إن لديك الكثير مما يستحق منك الشكر ومع ذلك فأنت كثير التذمر كم كنت أتمنى لو كنت مكانك انظر إلي إن لي زراعا واحدة ونصف وجهي مشوه ومع ذلك لا أشكو قط فإن لم تتوقف عن التذمر والشكوى فلن تفقد عملك فقط بل ستفقد صحتك وأسرتك وأصدقائك أيضا منذ تلك اللحظة صممت على أن أكف عن قلقي وأعود إلى سابق عهدي وقد فعلت يجب أن نخجل من أنفسنا طيلة الأيام والسنوات نعيش في جنة من الجمال ولكننا لم نستطع أن نرى ولا نقدر ولا نشكر فإذا أردت أن تهزم القلق وتبدأ الحياة إليك بهذه القاعدة احصي نعم الله عليك بدلا من أن تحصي متعبك الفصل الثالث بقدر أهميتك يكون النقد الموجه إليك في عام 1929 حدثت ظاهرة أثارت موجة استغراب عنيفة في دوائر التعليم في طول البلاد وعرضها وقد قدم رجال التعليم من جميع أنحاء أمريكا ليشاهدوا هذه الظاهرة في عام 1929 كان هناك رجل يدعى روبرت هيتشنز يشق طريقه إلى مدينة بيلب عرق جابينة عمل خادما في مطعم وعمل أيضا حطابا ولم تمر ثمانية أعوام على وصوله إلى المدينة حتى انتخب رئيسا لإحدى الجامعات الكبرى في أمريكا وهي جامعة شيكاهو وهو لم يزل في الثلاثين من عمره قبل الأمر بصدمة عنيفة واستنكار من رجال التعليم وتصعدت موجة من الانتقادات حول هذا الفتى كالسيل الجارف وصفوه بأنه صغير جدا قليل الخبرة والتجربة كما اتهموه بأنه سطحي الأراء التعليمية حتى إن الصحف شاركت في الهجوم عليه وفي يوم الاحتفال بتعيينه رئيسا للجامعة قال صديق لولده لقد صدمت هذا الصباح فين قرأت النقد الموجه لولدك في الصحف فأجب الأب نعم إنه نقد لاذع لكن تذكر أنه بقدر قيمتك يكون النقد الموجه إليك فعلم إذن حين يوجه إليك النقد أو الضرب أن ذلك اعتراف بقيمتك وأهميتك وأن فيه اعترافا بأنك قمت بشيء قد لفت الأنظار إليك إن الكثيرين من الناس يحصلون على الشعور بالاقتنع حين يشجبون منهم أفضل منهم أو أكثر نجاحا منهم فمثلا حين كنت أكتب هذا الكتاب تلقيت رسالة من سيدة تنتقد فيها الجنرال ويليام بوث مؤسسة جيش الخلاص وكنت قبل ذلك قد تحدثت في الراديو أمتدح الجنرال بوث وأثني علي فكتبت لي هذه السيدة تقول إن الجنرال بوث اختلس ثمانية ملايين دولار من الأموال التي جمعها لمساعدة الفقراء والمساكين وفي الواقع هذه التهمة بطلة ولكن هذه المرأة لم تكن تريد الحقيقة بل كانت تريد التشفي من رجل أفضل منها بمراحل وألقيت برسالتها في سلة المهملات وشكرت الله على أنني لست زوجها إن هذه الرسالة لم تزدني علما بالجنرال بوث كما كانت تريد صاحبتها بل زادتني علما بكاتبتها قال شوبينهاور ذو النفوس الوضيع يحصلون على المتعة في البحث عن أخطاء العظماء من الرجال فإذا انتبك القلق من جراء تهمة ألصقت بك أو نقد وجه إليك فإليك بهذه القاعدة تذكر أن الانتقاد الظالم إنما هو اعتراف ضمني بقيمتك وأنه بقدر أهميتك وقيمتك يكون النقد الموجه إليك تسعة عشر الفصل الرابع كن قويا من أن ينال منك النقد أخبرني ذات يوم الميجور جنرال سيمدلي بيتلر الملقب بشيطان الجحيم وهو من ألمع القوات في تاريخ البحرية الأمريكية بأنه في شبابه كان يتوق للشهرة والسلطة والشخصية القوية ولهذا كان يضيق صدره لأقل نقد موجه إليه ويثور لأتفه الأسباب غير أن الأعوام الثلاثين التي أمضاها في البحرية غيرت طبعه وجعلته أقوى من أن ينال منه النقد قال لي كنت عرضة للانتقاد والإهانة ورميت كالكلب المسعور وكثعلب مراوغ وطالما شتماني خبراء في فن الشتم فهل أثر بي ذلك؟ كلا فعندما أسمع إهانة فلا ألتفت لأرى من ينطق بها فإذا كان بيتلر لا يهتم بالنقد فإنه على نقيد الكثيرين من الذين يأخذون النقد ما أخذ الجد فيصيبهم من فعل ذلك الهم والكدر أذكر مرة منذ سنوات حين حضر مراسل جريدة نيويوركسان إحدى المحاضرات في معهدي وإذا به في اليوم التالي يهاجمني على صفحات جريدته وينتقد طريقتي في أسلوب التدريس فهل تملك الغيظ مني؟ نعم أعتبرت ذلك إهانة شخصية فاتصلت بجيل هولجز رئيس تحرير الجريدة تليفونيا وطلبت منه نشر مقالة تذكر الحقائق بدلا من أن يملأها بالسخرية والهزئة برغم أنني كنت معتزما أن يكون العقاب على قدر الجرم لا أكثر إلا أنني أشعر بالخجل على ما فعلت فأنا أدرك الآن أن نصف الذين اشتروا الجريدة لم يروا المقالة ونصف من قرأها اعتبرها مزاحا ومن تمعنا فيها نسى كل شيء عنها بعد أسابيع قليلة علمت الآن أن الناس لا تفكر بك أو بي أو يهتمون بما يقال عنه فهم مشغلون بالتفكير في أنفسهم منذ استيقاظهم في الصباح حتى نومهم في المساء وأن صداعا خفيفا يصيبهم لهو كاف بأن يشغلهم عن خبر موتي أو موتك وحتى لو أصابنا من الناس كذب وافتراء وطعنات في ظهورنا علنية أو في الخفاء فلا يجب أن نحزن لذلك ولنتذكر بدلا من ذلك ما حدث للسيد المسيح عليه السلام لقد خنه واحد من حواريه الاثنى عشر المقربين لقاء رشوة بسيطة وتركه آخر حين أحاطت به الأخطار وأقسم ثالث بأنه لا يعرف المسيح نعم أنا توقع نحن خيرا مما نال السيد المسيح لقد اكتشفت منذ سنوات أنني رغم عدم قدرتي على إسكاة ألسنة الناس عن انتقادي ظلما وعدوانا إلا أنه باستطاعة أن أفعل ما هو خير من هذا أن أتجاهل نقد الناس ولومهم ولنكن واضحين حيال ذلك فأنا لا أطلب منك أن تتجاهل النقد تماما وإنما أقصد تجاهل النقد الظالم المغرد سألت مرة البانور روسفيلد كيف تواجه النقد والله يعلم كم قاست منه وربما لديها من الأعداء أكثر من أي امرأة عاشت في البيت الأبيض فأجابتني بأنها حين كانت شابة كانت على قدر كبير من الحياء والخوف مما يقوله عنها الناس وكانت تخشى الانتقاد حتى إنها قالت ذات مرة لعمتها شقيقة ثيودر روسفيلد أريد أن أعمل كذا وكذا لكنني أحكم عن ذلك خشية النقد فماذا تنصحيني؟ ورمتها عمتها بنظرة فاحصة قائلة لا تهتمي بما يقوله الناس عنك طالما أنك تدركين تماما أنك على حق وقد عملت ميسيس روسفيلد بهذه النصيحة فكانت لها سندا قويا في حياتها المستقبلية عندما كانت شارلت شواب يخاطب طلبة جامعة بيرستون صرح لهم بأن أهم درس تلقاه في حياته كان على يد رجل ألماني عجوز كان يعمل في مصانعه هذا الرجل الألماني العجوز اشتبك مع مجموعة من عمال المصنع في نقاش حاد حول الحرب انتهت بإلقائه في النهر قال شواب وعندما جاءني هذا الرجل ملطخا بالوحل مبتلا بالماء سألته ماذا فعل للعمال الذين ألقوا به في النهر فقال لا شيء لقد ضحقت وقد أعلن السيد شواب بأنه اتخذ كلمات الألماني العجوز شعارا له منذ ذلك الحين تتضح فائدة هذا الشعار حين تصبح هدفا لنقد ظالم مغرد فأنت ولا شك قادر على أن تجيب من سيجيب عليك لكن ماذا يمكنك أن تفعل للرجل الذي يضحك من نقدك له حين تكون عردة للنقد الظالم المغرد تذكر هذه القاعدة أبذل قصارى جهدك في العمل الذي تشعر من داخلك أنه صواب وازدد أذنيك بعد ذلك عن كل ما يلحق بك من لوم اللائمين عشرون الفصل الخامس كيف تتخلص من الإرهاق إليك بتلك الحقيقة الهامة إن العمل الذهني بمفرده لا يسبب لك الإرهاق قد يبدو ذلك سخيفا لكن منذ بضعة أعوام حاول بعض العلماء أن يتعرفوا على مدى احتمال الذهن البشري للعمل قبل أن يصيبه الإرهاق ولقد وجد هؤلاء العلماء أن الدماء المتضفقة من المخي وإلي وهو في قمة نشاطه خالية من كل أثر للإرهاق فإذا أغذت عين من دم عامل يشتغل بيدي أثناء قيمه بعمله لرأيتها مليئة بخمائر التعب وإفرازاته أما إذا أخذت عين من الدماء المرة بمخ عالم مثل أينشتاين فلن تجد بها أثرا لخمائر التعب حتى في نهاية يوم حافل بالنشاط العقلي فالمخ قادر على أن يزاول النشاط 10 أو 12 ساعة بقوة لا تضعف ولا يدركها الإعياء فإذا كان المخ الإنساني لا يصيبه التعب قط فما الذي يجعلنا نشعر بالتعب إذن يخبرنا الأطباء النفسيون أن نموظم التعب الذي نشعر به ناتج عن مواقفنا الفكرية والعاطفية وفي ذلك يقول الدكتور هاتفلد العالم النفسي الإنجليزي في كتابه سيكولوجية القوة إن الجزء الأكبر من الإرهاق الذي نشعر به ناتج عن أصل ذهني وفي الواقع أن الإرهاق الناتج عن أصل جسدي هو أمر نادر ويذهب الطبيب النفسي الأمريكي إي إي بريل إلى أبعد من هذا فيقول إن مائة في المئة من الإرهاق الذي يشعر به العمال الذين يتطلبوا عملهم الجلوس المتواصل راجع إلى عوامل نفسية أي عاطفية فما هي العوامل العاطفية التي يحس بها العمال بالتعب؟ أهو الفرح أم الراحة؟ كلا أبدا إن السأم والاستياء والشعور بعدم التقدير والقلق تلكم هي العوامل العاطفية التي تشعر العمال بالإرهاق الذي بدوره يضعف مقاومتهم الجسدية لأفسط الأمراض ويقلل من إنتاجهم وتعيدهم آخر اليوم إلى منازلهم وهم مصابون بالصداع العصبي الذي لا سبب عضوي له نعم نحن نشعر بالإرهاق لأن مشاعرنا تسبب لأكسادنا التوتر العصبي تذكر أن العضلات المتوترة هي عضلات عاملة أردت أم لم ترد فأرحها ووفر نشاطك لأعمال أهمة وأنفع كف الآن عن القراءة حين تكون ورجع الوضع الذي تتخذه هل أنت منكفئ بجذعك على الكتاب؟ هل تشعر بألم فيما بين عينيك؟ هل أنت مسترح في جلستك على المقعد؟ هل عضلات وجهك مجدودة؟ فإذا لم يكن جسدك مسترخيا بأكمله كدمية قماش قديمة تكون في هذه اللحظة تبذل توترا عصبيا وعضليا أي بمعنى آخر تتسبب في إحداث تعب عصبي فما الذي يدفعك إلى خلق هذا التوتر الذي لا ضرورة له أثناء قيامك بعمل ذهني؟ يقول جوسيليني لقد وجدت أن السبب الأساسي في ذلك هو الاعتقاد السائد من أن العمل الشاق يتطلب شعورا بالجهد وإلا فشل العمل وفشل الجهد ومن ثم فإننا ننحني بجذوعنا أو نشد عضلاتنا أو نرجع بأكتافنا إلى الوراء دعينا عضلاتنا لكي تشعرنا بالمجهود الذي نبذل وهو إحساس لا أهمية له مطلقا إليك حقيقة مذهلة إن ملايين الناس الذين يبخلون بأموالهم ويحرصون عليها يتجهون إلى فقد حيويتهم دون اكتراث فأيهم أحق بأن نحرص علي المال أم الصحة فما علاج هذا الإرهاق العصبي؟ الاسترخاء تعلم أن تسترخي أثناء قيامك بعملك ولا تحسب أن هذا الأمر أمر سهل فقد يحتاج ذلك إلى أن تغير عادات حياتك يقول وليام جيمس إن ما يشعر به الأمريكيون من توتر وحدة المزاج ناتج عن عادة لا أكثر ولا أقل فالتوتر عادة والاسترخاء هو عادة والعادة السيئة يمكن القضاء عليها واستبدالها بعادات نفعة كيف تسترخي؟ هل تبدأ بذهنك أولاً أم تبدأ بأعصابك؟ فلا تبدأ بأيهم بل ابدأ بعطلاتك دعنا نحاول ذلك لنتخذ عينيك موضوعاً للتجربة اقرأ هذا المقطع بعناية فإذا وصلت إلى نهايته استنذ بظهرك إلى ظهر مقعدك واغمض عينيك وقل لعضلات عينيك في هدوء استرخي كفي عن التوتر استرخي وكرر في ذهنك هذه الأوامر لمدة دقيقة واحدة ألا تلاحظ بعد مرور ثوان قليلة أن عضلات عينيك بدأت في الاسترخاء؟ ها أنت في دقيقة واحدة قد توصلت إلى السر الأعظم في فن الاسترخاء وبإمكانك بعد هذا أن تكرر الأمر نفسه مع عضلات فكيك ووجهك وعنقك وكفيك وجسدك جميعاً لكن العضو الأهم هو العين يقول الدكتور إدمون جاكسون رئيس جامعة شيكاغو إذا استطعت إرخاء عضلات عينيك تستطيع أن تزيل توتر الجسد كله وسبب ذلك يعود إلى كون العينين تستهلك ربع النشاط العصبي الذي يستهلكه الجسد كله وهذا أيضاً هو السبب في أن الكثيرين ممن يتمتعون بنظر جيد يعانون من ألم في أعينهم دون أن يعرفوا أن السبب في ذلك هو توتر عضلتها تقول فيكي باوم الروائية الشهيرة إنها حين كانت طفلة قابلت رجلاً عجوزاً علمها أحد أهم الدروس التي تعلمتها في حياتها كانت قدمها قد زلت فسقطت على الأرض وقرحت ركبتها وأصيبت في معصمها فالتقتها الرجل العجوز الذي كان يعمل في شبابه مهرجاً في السرق ويقول لها إن السبب في أنك سقطت وجرحت هو أنك لا تعرفين كيف تسترخي كان يجب أن ترخي عضلات جسمك كارتخاء جورب قديم تعالي معي لأريك كيف تفعلين ذلك وأخذ العجوز يعلمها كيف تسقط دون أن يصيبها أذى لو أنها أرخت عضلات جسمها كاسترخاء جورب معلق على حبلة إن في إمكانك أن تسترخي أينما كنت وكل ما عليك هو أن لا تبذل جهداً في سبيل هذا الاسترخاء فالاسترخاء ليس مجبوداً يبذل وإنما هو التوقف التام عن كل مجبود وابدأ الاسترخاء دائماً باسترخاء عضلات عينيك ووجهك وإليك خمسة مقترحات تساعدك على الاسترخاء واحد اقرأ أحد أشهر الكتب التي تدور حول هذا الموضوع وهو كتاب الدكتور ديفيد هارلود فانيك وعنوانه التخلص من التوتر العصبي اثنان استرخي أينما كنت اثرق جسدك يسترخي تماماً كما يتراخى الجورب القديم أو كقطعة صغيرة تنام في الشمس ثلاثة اعمل ما شئت من الوقت على أن تراعي الاسترخاء في جلستك أربعة راجع نفسك أربعة أو خمس مرات في اليوم قل في نفسك هل أجعل عملي أكثر صعوبة مما هو علي؟ هل أستخدم في عمل عضلات من جسدي لا علاقة لها بهذا العمل إطلاقاً؟ فإن هذا سيساعدك على تكوين عادة الاسترخاء خمسة أخبر نفسك ثانية في نهاية اليوم وذلك بسؤالها هل أنا متعب؟ فإذا كنت متعباً فليس هذا بسبب المجهود الذي بدلته وإنما بسبب الطريقة التي بدلت بها هذا المجهود يقول الدكتور دانيل جوسلين عندما أشعر بالتعب أو بتوتر في الأعصاب في نهاية يوم من الأيام أعرف تماماً أن مجود ذلك اليوم لم يكن ذو فعالية بالنسبة للكمي والكيف على السواء ولو أن كل شخص عرف هذا الدرس لن خفضت نسبة الوفيات التي سببتها أمراض التوتر العصبي كما أن الناس نتوقف عن ملء مستشفياتنا ومصحاتنا كل يوم من دمرض الإرهاق والقلق اتبع في عملك هذه العادات تتجنب الإرهاق والقلق حتى تتجنب الإرهاق والقلق في عملك 1- لا تترك على مكتبك أوراقاً باستثناء تلك التي تتعلق بعملك الحالي رولاند ويليمز رئيس شركة السكك حديد شيكاغو قال إن إزالة أكوام الأوراق غير الملائمة من فوق المكتب سيجعلنا نحص بالفرق الكبير في الإنتاج على سقف مكتبة الكونغرس في واشنطن نقشت خمس كلمات للشاعر بوب هي النظام هو قانون السماء الأول أخبرني صاحب جريدا تصدر في نيو أوريليانس أنه عندما رتبت له سكرتيرته المكتب عثر على آلة كاتبة كانت قد فقدت منذ سنين كانت مغمورة بين أكوام الأوراق الموجودة على سطح مكتبه تكفي نظرة واحدة إلى مكتب تغطيه الرسائل والملفات والتقارير والمذكرات لخلق التوتر والإزعاج والقلق كما أن تأدية أكثر من عمل في وقت واحد لن يصيبك بالإرهاق والتعب وحسب بل بضغط الدم المرتفع والطرابات القلب وقرحة المعيدة أيضا اثنان انجز الأهم فالمهم قال هنري دوفتري مؤسس شركة خدمات المدن شيئان لا يشتريان بالمال القدرة على التفكير والقدرة على القيام بالأشياء بحسب ترتيبها في الأهمية صرحت شارلي ليكمان الذي أصبح بعد 12 سنة من الشقاء رئيسا لشركة بي سودانت براتب قدره 100 ألف دولار في العام بأن موظم نجاحه يعود إلى هتين المقدرتين التي قال عنهما دوفتري إنهما لا تشتريان بالمال كان ليكمان يستيقظ في الخامس صباحا ليضع لنفسه برنامج يومه وفقا لقاعدة الأهم فالمهمة ومن وقع تجاربي أرى أن المرأة لا يستطيع في موظم الأحوال إنجاز الأعمال وفقا لأهميتها لكن وضع برنامج مرتب بقدر المستطاع من حيث درجة الأهمية أفضل بكثير من إنجاز الأعمال دون تغطيط مسبق الكاتب جورج بيرناتشو لو لم يكن يطبق برنامجا وفق قاعدة الأهم فالمهم لربما فشل وقضي حياته كله صرافا في بنك وكان يتصدر برنامجه اليومي كتابة خمس صفحات وقد أوصله إصراره على تنفيذ هذا البرنامج إلى مكان ينشده ثلاثة إذا كنت تواجه مشكلة قم إلى حسمها على الفور لا تؤكل اتخاذ قرار تستطيعه اليوم إلى غد أخبرني تلميزي أتش بي هاول أنه حين كان عدوا في مجلس إدارة شركة الولايات المتحدة للفلاذ رأى أن الكثير من المسائل المعروضة للبحث لا يتم اتخاذ قرار فيها إلا في القليل منها فطلب أن تطرح المسائل على المجلس واحدة فواحدة ولا تطرح مسألة جديدة حتى يتم البت في المسألة التي تسبقها وأخذ المجلس برأي هاول وكانت النتيجة أنه تمت معالجة جميع المسائل التي طال بحثها وتأجيلها ولم يعد هناك شعور بالقلق نحو مشكلات لم تتم معالجتها أربعة تعود كيف تنظم وتفوض وتشرف رجال أعمال كثيرون يدفعون بأنفسهم إلى القبر قبل الأوان لأن كل منهم لا يعرف أبدا كيف يسند للآخرين بعد مسؤولياته ولأنهم يصرون على القيام بجميع الأعمال بمفردهم نعم إنه من الصعب إلقاء المسؤولية على عاطق الغير خاصة إذا كان هذا الغير غير كفء لها ومع ذلك يجب أن يقوم رجل الأعمال بذلك لكي يتجنب القلق والتوتر فالرجل الذي يؤسس عمل ولا يعرف كيف ينظم ويفوض ويشرف غالبا ما ترى وهو في الخمسينية من عمره أشبه بكهل من فرط ما أصبه من القلق والتوتر فالرجل الذي يؤسس عملا ولا يعرف كيف ينظم ويفوض ويشرف غالبا ما ترى وهو في الخمسينية من عمره أشبه بكهل من فرط ما أصبه من القلق والتوتر 22- الفصل السابع والأخير كيف تتخلص من الملل يعد الملل عاملا أساسيا بين العوامل المؤدية للملل فمثلا أليس والتي تشتغل على الآلة الكاتبة لا تشعر بالإرهاق والإعياء إلا عند عودتها إلى منزلها في نهاية اليوم وتذهب إلى فراشها دون أن تنتظر العشاء ذات مرة بعد توسلات أمها اضطرت للجلوس إلى المائدة وكان الإعياء لا يزال واضحا على وجهها حتى رن جرس الهاتف وكان المتحدث صديقها يدعوها لقضاء الصهر معا والرقص وفجأة لمعت عينها ودب النشاط في أطرافها وفي لحظات كانت داخل غرفتها ترتدي ثوبها الأزرق الجميل وتخرج مسرعة من المنزل لقد ظلت طاقص وتمرح وتلهو حتى الثالثة صباحا وحين عادت إلى المنزل لم تكن هي تلك الفتاة التي ألفناها قبل ساعات ثماني لم تكن مرهقة أبدا بل كانت فرحة جدا حتى إنها لم تستطع النوم بالتأكيد لم تكن ألس قبل ثماني ساعات فقط تدعي الإعياء والإرهاق بل كانت بالفعل كذلك لكن كان سبب تعبها ضجرة من عملها وربما ضجرت من الحياة وهناك الملايين مثلها وربما أنت واحد منهم من الحقائق المعروفة أن الإصابة بالإرهاق تأتي نتيجة الإجهاد الذهني أكثر من أي مجهود جسدي يبذل نشر الدكتور جوسف بارمال بمجلة أرشيف علم النفس مقالا عن بعض تجاربه التي أجراها لمعرفة أثر الملل في الإصابة بالإرهاق ومن بينها كانت تلسلة من الامتحانات عقدها لبعض طلبته في مواد تصعب عليهم وكانت النتيجة أن الطلاب شعروا بالتعب والنعاس وبعضهم اشتكوا من صداع ألم بهم وآخرون اشتكوا من ألم في العينين وشك فريق ثالث من ألم في معدته لم تكن ألمهم مجرد أوهم فقد أظهرت فحوصات خضع لها أولئك الطلاب أثناء تأدية الامتحانات أن ضغط الدم واستهلاك الأكسجين ينقص حين يشعر الإنسان بالملل فإنزال الملل عادت عمليات الجسم إلى طبيعتها ونادرا أشعر بالملل أثناء القيام بأمر يحل لنا فذات مرة قضيت عدة أيام في أجام كندا المنتشرة حول وحيرة لويز أمارس هوية الصيد على طول شاطئي خيك جورال وقد سلكت طريقا مليئا بالأشجار التي تسد الطريق ولكنني بعد مضي ثمانية أيام على تلك الحال لم أشعر بالإرهاق قط وذلك لأنني كنت محبا لهذا العمل ولو كان الصيد سبب لي الملل كنت سأشعر بالإرهاق مما بدلت من مجهود شاق على ارتفاع سبعة ألاف قدم من سطح البحر الدكتور إدوارد سورندايت من جامعة كولومبياس توصل من خلال تجاربه إلى أن الملل هو السبب الأصيل في نقص إمتاج الفرد فعندما كان يجري تجاربه على القلق أغرى الشباب بالبقاء يقذين أسبوعا كاملا تقريبا وذلك بأنه يسند إليهم بعض الأعمال التي تحل لهم فالنشاط يكون حيث تكون المتعة في العمل وتزداد القدرة على بذل الجهد فقد ترهق في المشي عشرة أمطار برفقة زوجة نكدية تقتلق لك المشكلات كل صباح ومساء في حين يخف عليك أن تمشي أميالا برفقة من يبادلك الحب والود وإذا أردت أن تعرف ما يجب أن تفعله انظر إلى ما فعلته تيكسبا التي كانت تعمل على الآلة الكاتبة في إحدى شركات البترول كانت مكلفة بملء استمارات مطبوعة بالأرقام والإحصاءات وهو ما يحتاج منها إلى عمل أياما من كل شهر وكان هذا العمل يصيبها بالملل فقررت يوما تحويل هذا العمل الكريه إلى عمل ممتع مسل فأخذت تجري منافسة يومية مع نفسها كانت تعتزم إنجاز عدد استمارات أكبر من التي ملأتها في اليوم السابق وهكذا كانت في كل يوم تتفوق على نفسها وتبذل مجهودا يفوق بكثير مجهودة اليوم السابق وكانت النتيجة أن انتهت من هذه الاستمارات الكريهة أكثر من أية كاتبة أخرى في الشركة لم تجني من وراء ذلك ترقية أو المتحى والثناء أو زيادة في دخلها لكنها خضيت بالسعادة التي جنبتها الإرهاق الناتج من الملل ومنحتها راحة ذهنية وإقبالا على العمل هذه القصة ليست من وحي الخيال لأنني تزوجت من هذه الفتاة إذا كنت ترى أن عملك كريها وليس لمقدورك جعله مسليا حقا ولا ممتعا فعلا فاقبل عليه كما لو كان ممتعا مع مرور الوقت ستجده ممتعا بالفعل كما لو كان فلسفة يعترف بها علم النفس الحديث ويؤمن بها فالعالم النفسي ويليام جيمس نصحنا بالظهور كما لو كنا شجعانا فتأتينا الشجاعة أو نتصرف كما لو كنا سعداء فتغرقنا السعادة الفلسفة ذاتها جربها اتش ايف كالتين بورن المحلل الشهير للأخبار أخبرني أنه عندما كان في سن الثانية والعشرين عبر المحيط الأطلسي على متن سفينة لنقل المواشي كان يطعم ويسقي المواشي حتى نزل بانجلترا وهناك تجول بأرجائها وبلداتها على دراجة ووصل إلى باريس جائعا ومفلسا ولم يكن أمامه سوى رهن آلة التصوير مقابل خمسة دولارات دفعها أجرا لإعلان نشره في الطبعة الفرنسية من صحيفة نيويور هيرالد يطلب عملا فاشتغل مندوبا بالعمولة وبدأ يطرق منازل أهل باريس وهو لا يعرف من اللغة الفرنسية حرفا واحدا ومع ذلك فقد جني خمسة آلاف دولار عمولة في السنة الأولى حتى صار واحدا من أنجح البائعين في فرنسا كلها فكيف أصبح بائعا ناجحا مع جهله باللغة الفرنسية كان يطلب من رئيسه كتابة العبارات التي يحتاجها في عملية البيع ثم يحفظها عن ظهر قلب وحين يقرع أحد الأبواب تجيب ربة المنزل عليه وهناك تخرج من فمه العبارات المحفوظة في لهجة غير مألوفة مضحكة ثم يعرض عليها بضاعته وحين تسأله سؤالا يهز كتفه ويقول أنا أمريكي ولا أجيد الفرنسية ثم يخلع قبعته ويشير للسيدة بداخلها إلى ورقة العبارات المحفوظة التي أسمعها إياها فتضحك ربة المنزل ويضحك هو معها ويعرض عليها المزيد من البضعة ولقد أخبرني بأن ذلك العمل لم يكن هينا وأن سبب نجاحه هو تصميمه على جعل عمله مثيرا فكان كل صباح يقف أمام المرأة يتحدث إلى نفسه قائلا كالتنبورن عليك أن تفعل ذلك إذا أردت أن تعيش وطالما أن عليك فعل ذلك لما لا تسعد به لماذا لا تتخيل نفسك في كل مرة تطرق فيها باب أحد العملاء أنك تمثل على خشبة المسرح وأن سكان المنزل هم الجمهور لماذا لا تضع كل حماسك لأداء هذا العمل وعندما سألت السيد كاتنبورن هل من نصيحة يود تقديمها للشاب المطوقي للنجاح قال نعم تحدثوا مع أنفسكم كل صباح كما كنت أفعل ففي ذلك تدريب ذهني يدفعنا للعمل فهل التحدث إلى نفسك كل يوم أمر صخيف طفولي كلا بل على العكس لأن ذلك هو أساس علم النفس الحديث إن حياتنا من صنع أفكارنا وخواطرنا وأنت بحديثك إلى نفسك كل صباح يمكنك أن توجه نفسك للتفكير بأفكار الشجاعة والسعادة والقوة والطمأنينة وبحديثك إلى نفسك عن الأشياء التي تستحق أن تشكر الله عليها تملأ عقلك بخواطر السعادة والبهجة فإذا ملأت ذهنك بالأفكار الصحيحة كان في إمكانك أن تسعد بأي عمل مهما يثقل عليك تذكر أن استمتعك بعملك يزيل عنك القلق وعلى المدى الطويل قد يتضعف حظك من السعادة في الحياة فربما يوفر لك الترقية وزيادة في الداخل